بص بقى بيقولوا مش محظوظ اللي مش بيحب كرة القدم يعني انت محظوظ علشان بتحبها ليه بقى تعيش معاها في أزمات يومياً ليه ما تستمتعش بيها من غير مشاكل ليه؟ من وانت صغير وبتاة توقف على رجلك اول حاجة بتحب تعملها انك تشوت الكرة بتجبر شوية وتبقى عايز تلعبها وعايز تروح تتفرج على مبارياتها بتحب فرقة وبتشجعها وبتهزر مع صاحبك اللي بيشجع فرقة تانية احنا اجمد احنا بنكسب احنا اللي بهدلناكم في المطش هزر حلو ودمه خفيف وجزء عساسي من متعة حبك للكرة ما هو من غير منافسة مش هيبقى فيه حب لأي لعبة مش الكرة بس في قسط ده في ناس بتحبها تبقى خناقة زي صاحبك كده اللي كان بيتخانق معاك في الشارع علشان ما بتبصلوش الكرة او دخلت عليه جامد خناقة ممكن معاها صاحب الكرة ياخدها ويمشي وينكد عالكل وهي دي الحكاية فيه ناس ممكن ما تخلناش نستمتع ممكن تبوز فرحتنا باللعب واللعبة حاولوا ما تبصوش عليهم وما تركزوش معاهم علشان دول اللي بيبوزوا اللعبة علينا وعليهم زي صاحبك كده بالزبط اللي بياخدوا الكرة ويمشي في الاخر مش فارق مين كان غلطان ومين اللي بدأ انت اللي هتزعل ويومك هيبوز واللعبة اللي بتحبها ومصدر ساعتك هتبقى مصدر انكد وصلت موسيقى موسيقى يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 بقالي 48 ساعة او 72 ساعة او 72 يوم او 72 شهر او 10 سنين 20 سنة بيتقال دايما هو انت ليه ما تكلمتش عن الخناء ليه ما تكلمتش عن الازمة ليه ما تكلمتش عن المشكلة ليه ما بتقولش مين غلطان ومين صح ليه ما بتقولش ده اللي بدأ وده اللي نهى حكايات سخيفة حكايات ماينفعش تتقال في كرة القدم حكايات ماينفعش تتقال واحنا بنتفرج وبنستمتع بلعبة حاجات مستفزة ضغط طول الوقت طول الوقت كلنا كلنا محشورين في حتة ما تيجو نتخانق ما تيجو نعمل أزمة ما تيجو نعمل مشكلة آه أنا عارف إنك هتقول لي أول حاجة دي على بالك تقول لي يعني هو أنت سبت فلان وبتتكلم عنه نحنا هو أنت سبت علان وبتتكلم عنه نحنا آه إحنا أنا وحضرتك اللي المفروض بنستمتع بالكرة وبس اللي المفروض ما نناش مصلحة مباشرة من الكرة هتقول أنت ما لكش مصلحة أنا رجل بتاع إعلام الناس بتوع الكرة بقى هم فرق واللعابين والمدربين بس كلنا بنحب الكرة وبنستمتع بيها عايزين نبص ونتفرج ونفرح وننبسط عايزين نهزر وندحك أنا عايز أطلق على الهوى أقول لك إيه الحق شفت اللعيب اللي كان في الأهلي عمل إيه وخد كبري واللعيب الزمالك اللي مش عارف ندحك عليه وترقص مش عارف إيه الحاجات دي زمان زمان بفراج على ما سبيره زمانة كمانا وشوفوا برامج الكرة زمان زمان كان بتتقال عادي في البرامج زمان كان بتتقال عادي في الأهاوي زمان كان بتتقال في كل حتة من غير ما الناس بتتخانق مع بعض بيعودوا يتحكوا فاكرين زمان كنت مثلا تلاقي والدك يقول لك إيه لا لا أنا مش عايزة أنزل الشغل النهاردة أنا كنت حاطة رهان إن أنا هعزم الناس كلها على شاي الصبح في المصلحة الحكومية مثلا ولا هعزمهم على أكل عشان لو الأهل اتغلب ولا الزمالك اتغلب بيهزار وضحك ويوم حلو وحتى الوحش ما بيبقاش وحش قوي عشان أنت ما بتتخانقش عشان أنت ما بتتعصبش أنت بتبقى مبسوط طول الوقت بيستني المباراة بتجمع صحابك وأهلك وحبيبك وتتفرعوا على المباراة كسبت كسبت خسرت خسرت لكنا نسمع عن خنائة فلان وفلان ولا أزمة فلان وفلان ولا قصف الجبهة ولا الحملات الإلكترونية ولا أصلا مش عارف مين قالك إيه في التلفزيون ومين قالك إيه في الجورنال ومين قالك إيه في الموقع ومين كل الكصص دي ما كناش بنعيشها بنتفرج على الكرة كده بيور متعة ما فيش أي شوائب ما فيش أي تلويس بقت كل حاجة في الكرة مش كل حاجة بصراحة عشان بقى أمين برضو بسيبقى فيه حاجات منوسة كده بتتعبنا وبتاخدنا يعني حتى مباراة الأهل والزمالك الأخيرة لما أطلع أقول إنه عجبني جدا اللقطة بتاعت الممر الشرفي عجبني جدا اللقطة بتاعت شكبالة ومؤمن زكريا عجبني جدا هتفات جميل أهل يوز مالك تشجيعا لمؤمن زكريا عجبني اللعبة ويبتسلم على بعض يقولك إيه دا وهم أنت بتقول على دا ويسايب اللي مش عارف عمل إيه ومعملش إيه ومش عارف إيه والكلام دا آه يا عم هسيب دا أنا عجبني المنظر الحلوة دا هل حضرتك إحنا النهاردة إيه تلت يوم تقريبا بعد القمة أو رابع يوم هل حضرتك فاكر المناظر اللي بقولك عليها الحلوة دي لا أنت اتخدت في مين تخاني ومين شتم ومين تعصب ومين تدايق اتخدت فبدل ما تستمتع وتبقى مبسوط وفرحان بمناظر حلوة ومشاهد جميلة ونقعد نمسك في المشاهد دي ونقررها مرة واثنين وآلف عشان تتكرر وتبقى أحسن واحسن كمان لا نمسك في المشاهد السيئة عشان نولعها ونزودها ونعمل أزمات أكبر بعد كده طيب هوا من الخسران ومرة أخرى ومرة ألف والله أنا عارف أن أنت شايف أن طرف غلطان وفيه الناس تانية شايف الطرف التاني هو الغلطان برحتك بس أنا مش شايف بقى أو مش مش شايف أنا مش شايف الغلطانين أصلا مش شايفهم الأطراف كلها أنا مش شايفها مش عايز أشغل دماغي بيها مش عايز أجي الهوى وأتكلم مع حضرتك وأنا مضطر أشوف صيغة تطلع مين غلطان ومين مش غلطان أو تطلع الكل غلطان أو تطلع الكل مش غلطان مش عايز أشغل دماغي وأنا بتكلم في الكورة وبستمتع بالكورة بحاجات زي كده أنت ليه ما تعملش كده؟ عايز تبقى عصابك هادية أنت متصور أنت قعد في البيت وقصت أولادك وعمال تتحرك تسكرول كده على الموبايل على السوشيال ميديا وفلان عمل في فلان وفلان رد لفلان وفلان يتخاني مع فلان وإنت بدون ما تدرى دخلت في الموت ده دخلت في العصابية دي دخلت في الموت الوحش ده زعلت وتنرفزت هيأثر على يومك وحياتك ليه؟ ليه؟ يعني ليه ما بتستمتعش بالكورة ليه؟ اسمها لعبة أنا كل مرة أقول الجملة دي أنا عارف بس هيسمها لعبة لعبة كرة القدم ليه بقى تبقى أخنئة؟ نفس الكصة اللي كنت رسا بقولها في المقدمة فاكروا إحنا عياد صغيرة ننزل نلعب في الشارع تلعب في الملعب تلعب في أي حتة في حد دايما هو اللي ينكد على كل الناس اللي بتلعب اللي يتخاني اللي بيخش جامد اللي بيشتم اللي بيتعصب وإحنا زلين نلعب أصلا مأجرين ساعة ورايحين نستمتع بيها بس هو بوزت دانية والكرة اتخذت في الآخر ومشينا وروحنا وتنكدنا ليه؟ وإحنا زلين نلعب وننبسط نفس السيناريو بالزبط فيه ناس تتشبع فيه ناس مصدر سعادتها وحياتها هي النكد تستغربش حتى في العلاقات الشخصية هتلاقي كده في ناس تتغذى على النكد بتحب النكد وبتتدايق إن اللي حواليها مش متنكدين فلازم تتنكد زي هو ده اللي بيحصل بالزبط هو أنت سايب الخناء أو يعني مش عايز تخانق أنا مش عايزة تخانق ومش عايزك أنت كمان تتخانق هو لازم هو أنت مضطر هو بالعافية خلونا نقعد ننبسط شوي تعال أقولك النهاردة الأهلي بيتحسن مش عارف في إيه والزمالك بقى لعبه حلو في إيه شايف بقى برامتز كمان عندهم لعيبة حلوة قوي والإسماعيلي محتاجينه يرجع تاني عشان يرجع يطلع علينا نجوم عظيمة بس النحية التانية للاتحاد محتاج تطوير فني شوية مش عارف في إيه نتكلم كورة نتكلم كورة هو عب بناخد وقت طويل وكبير وأيام طويلة وعريضة منافسة حلوة في الدولة السنة دي فرق نقاط قليلة بين الأهلي والزمالك والزمالك وبرامتزو الأهلي بحسب الترتيب دلوقتي نقاط قليلة والدنيا سهلة وحلوة وكل واحد عارف إنه ممكن يوصل وإحنا مستمتعين أو المفروض نبقى مستمتعين بالمنافسة دي كل واحد عنده ظروفه الأهلي عنده إصاباته وغياباته الزمالك عنده إصاباته وغياباته واللعابين الراحلين بيرامتز بيقول أنا حاول أزوق نفسي شوية مع مجموعة لعابين رقعين حتى لو ما عنديش جماهير بس أنا هعرف أزوق نفسي واخد أول بطولة فيه أفكار وحاجات ممكن نتكلم عنها ليه النهار إحنا أول ما بنلاقي مساحة فاضية ما تيجي نتخنق فيها فكروا جدا جماعة أنا بمكلمش حتى الجيل الحالي أو الجيل الصغير اللي هو مثلا 17 18 19 سنة أمشي بكلم الجيل ده عشان يمكن ما شافش الجيل ده اللي إحنا ممكن نكون شفناه بس إحنا شفنا متعة الكرة الحقيقية إحنا زمان كنا بيتبعونا ورق كده ويكتبوا الأهلي مش عارف حصل فيه إيه فيه مناورة وفيه مغامرة وفيه مش عارف والزمالك والورق ده كنا من روح نصوره وبنوزهه على بعض والدنيا كيف بتبقى بطيفة ونقع نضحك وبنهزر وياخدوا كوبية بيس من اللي كان مكتوب يعني كان مكتوب على الأهلي ويخلينه على الزمالك لما الزمالك يخسر والأهلي لما يخسر ونقع نهزر وندحك اضحكوا يا جماعة انبستوا هزر مع اللي جنبك على القهوة زمالكاوي أو أهلاوي هزر معاه اضحك وقول له احنا عملنا فيه وما انتم بتعملوا كده على فكرة بالمناسبة كل مجموعة الصحاب فيه اهلاوي وزمالكاوي بيخرجوا مع بعضه بيهزروا وبيضحكوا بس اول ما بيخش على سوشال ميديا بتبقى حرب يا ابني ويا سي مش عارف ايه وانت ما بتفهم وانت ما بتعمل ليه 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 لنفسك انا مش بقول لك ليه عشان انا متضرر او ان كنت متضرر يعني بس ليه عشان نفسك ليه تتهلك يومك وتستهلك يومك في حاجات تحرق دمك وانت اصلا اكيد يعني زي اي برعادة في الكون عندك همومك يعني اللي هي اكيد اكبر بكتير من مين يتخلي مع مين في الكورة اكيد يعني فانت بتشغل نفسك بالكلام ده ليه استمتع يعني على قد ما تقدر استمتع دي نقطة الزمالك عنده حكاية وهي رحيل اشرف بن شري المباراة الماضية الزمالك قدر يتخطى فكرة رحيل اشرف بن شرق عن الفريق بس دي زي بيقولوا ايه البدايات يعني لسه ما حسناش بغياب اشرف بن شرق طيب هل بريرا مش شايل هم الموضوع ده اكيد شايل همه هل الجهاز الفني مش شايل همه اكيد شايل همه ليه عشان اشرف بن شرق لعب مهم هو صحيح بريرا ما خلكش تحس ان فيه لعب مهم وكل اللاعبين مهمين في فريق الزمالك ومخليهم كلهم جاهزين بس لأ كويما اشرف بن شرق غيابه اكيد هيبقى حاجة مؤثرة جدا يعوض ازاي بقى بريرا اشرف بن شرقه الفترة اللي جاية عنده سيناريوهات في دماغه كذا فكرة في دماغه تعالوا نشوفها السيناريو الاول جاز الفني للزمالك بيفكر في الاستعانة بامام عشور لعب الوسط في مركز الجناح الايصر خاصة وانه سبق له اللعب في هذا المركز من قبل وتقلق فيه سواء مع الزمالك او مع حرس الحدود قبل الانضمام للقلع البيضاء وفي هذه الحالة سيعتمد الجهاز الفني على سيف جعفر في خط الوسط بدلا من امام عشور يدرس الجهاز الفني للزمالك الاستعانة بأي من السنائي يوسف اسامة نبيه او سيد عبدالله نيمار في مركز الجناح الايصر خاصة وانهما سبق لهم اللعب في نفس المركز واجادة فيه من قبل كلها احتمالات وردة اقترح بعض افراد الجهاز المعاون البرتغالي بريرا المدير الفني فكرة الدفع بيوسف ابراهيم اوباما في مركز الجناح الايصر خلال الفترة المقبلة حيث سبق وانشارك اوباما في هذا المركز خلال مباريات قليلة مع الزمالك اخر موسمين السيناريو الرابع يفكر جوزفالدو بريرا في تجربة كل من عبدالله جمع واسلام جابر في هذا المركز خلال الفترة المقبلة اللي استعانى بأي منهما في المباريات المتبكية من الدولة وكأس مصر للموسم الحالي دي السيناريوهات دي السيناريوهات كلهم سيناريوهات قائمة وجائدة بالمناسبة وانا بأورى السيناريوهات دي تعويض اشرف بن شارك افتقار تحاجة مهمة جدا احنا دلوقتي بقى عندنا موضة جديدة اللي هي ايه اللي هي لما هتقول لحد على السوشيال ميديا الصباح الخير يا جاري يقول لك اسمها صباح الفل يا كريم ايه حاجة اسمها صباح الفل ما اسمهاش صباح الخير كمي يوم كده كنت كتب حاجة لتويتر رأيي يعني في موضوع فدخل واحد قال لي لو سمحت وانت بتكتب الرأي دوت تبقى تقول انها وجهة نظرك الشخصية يا سيدي ما انا كاتبها على الاكاونت بتاع الحساب بتاعي فأكيد هي وجهة نظر الشخصية بس انا بقول لك المثل ده ليه ان انتوا هتلاقوا دوت هتقابلوا كتير حلوك تخش تقول اي حاجة اي حاجة تقول مثلا بحب المنجة يقول لك لأ ازاي بتحب المنجة يقول انها وجهة نظرك التفاق عحلة يعني انا حر انا حر ممكن يبقى رأيي غلط ممكن بالنسبة لك هيبقى رأييي غلط راحتك تماما خلوا حتى تكسة على سوشال ميديا تبقى كده اللي هو كريم كتب حاجة احمد كتب حاجة محمود كتب حاجة هو حر ادام ما قالش مثلا خبر او ما قالكش رسميا ادام ما قالكش مثلا رسميا انا بحب المنجة انا قلت بحب المنجة موان ببقيتش رسميا دي يعني هيبقيت خبر وحاجة مؤكدة ان المفروض الناس كلها تحب المنجة انا حر يعني بالمناسبة طيب معانا عبر الهاتف الدكتور محمد الامين رئيس اتحاد كرة اليد المصرية يا فندم مشرف ومنور هلا بيك يا أستاذ كريم النهاردة سمعنا خبر عظيم جدا وهو تجديد تعاقد المديل الفني المنتخب مصر كرة اليد تمام معانا الكابتن برونزو وطبعا هو مكمل معانا ان شاء الله بطلط العالم 23 يناير 23 كان الكلام انه هيمشي وانه الكلام انه عشان هو مش متفرغ فممكن حد يجي مكانه ده الكلام اللي اتقال الفترة اللي فاتت ايه اللي حصل جديد عشان هو يكمل مع منتخب مصر لا احنا كنا بالنقش الامور دي وكان من الصعب جدا ادخال مدرد جديد في فترة زمنية قليلة جدا اللي هي 4 او 5 شهور كان من الصعب جدا انك تجيب مدرب عشان يتعرف على اللاعبين ويعيد معهم يعني النظام تدريب وكلام ده في حين النداء معانا بقاله فترة طويلة وحافظين بعض صعب جدا في الفترة دي انه هيتدخل حد تاني عظيم جدا هو رجل ناجح كمان يا دكتور مع منتخب مصر ناجح ومتميز والولاد كمان لعبين لعب المنتخب فيه فيه تواصل كبير بينهم وفيه فهم القدراتهم وإمكاناتهم وبيقدر يوظفها في الملعب طيب وبالتالي احنا معانا ان شاء الله لغاية 20-23 قلت العالم ان شاء الله عظيم جدا خطوة موفقة جدا دكتور محمد اريد سألك بشكل عام فيه ناجحات كده متتالية لكورة اليد المصرية يعني انا فهم انه ممكن يجيلك جيلة عظيم فالجيل اللي بعده يبقى قليل شوية فتوفق في بطولة ما توفقش في بطولة تانية بس احنا ماشيين على نصك واحد تقريبا بقالنا فترة الحمد لله ازاي ده حصل يا دكتور محمد وازاي دايما كورة اليد منظومة نجحة تفصيلا سواء على مستوى الاتحاد او الاجهزة الفنية او اللاعبين شوف يا عزيزة الكريمة انت قلت هالد الوقت هي منظومة منظومة مفيش مجلس من المجالس يخل بالقابلية يعني عملية متنسقة مترتبة بشكل تخطيط وشكل علمي بحيث ان منسبش منتخب في النص يقع وإلا معناها ان المنتخب ده منتخب الكبير ده هيقع لمدة مثلا اربع سنين او ثمان سنين صحية انا مش اقول ليه لك صحية فاحنا عملية الاهتمام من اول كرة اليد المساعدة مع المنتخبات كلها دراية المنظومة للمنتخب الاول دي لها منظومة ولينا كتاب احنا بنتعاهد عليه كزمعية عمومية كأنبية مشاركة معنا كاخوتنا في الأنبية ان احنا هنعمل كذا وكذا وكذا وعقوباتنا كذا وكذا ولو احنا هي ايه ومسابقاتنا ايه بنتفق عليها وبننقشها وده عمل بنعمله في مؤتمر سنوي خلاص اتفقنا على كل على خريطة الطريق وفهمنا كل الأمور اللي بيننا بنمشي بقى وما بيش حد بالنهاية بيقف عشان يعترض على حاجة احنا بيقولها عظيم جدا دكتور وبالتالي فالنجاح متلاحق لكل المجالس يعني طيب دكتور محمد السؤال الجاي ليك وهو لها علاقة بتوقعاتنا يعني احنا منتخب مصر كرة اليد هو الوحيد تقريبا في الرياضات الجماعية اللي في مصر اللي بترفع دايما حجم توقعاتنا فبدأنا نسأل على كاس العالم هو احنا ممكن ناخد كاس عالم هو احنا نوصل لفين لحد كاس العالم كاس العالم في الاعبة جماعية داي دي مش سهل لحد يقولها بس انتوا اللي عملتوا كده انتوا اللي خلتونا توقعاتنا دايما لفوق اوى مع منتخب كرة اليد يعني احنا في نفس التوقعات اللي احنا بنجهز نفسنا في دول قوية بنجهز بنجهز بنفس الكيفية طبعا ولكن علينا ان احنا في شغلنا نضيف ونبدأ ونغير ويبقى تفكيرنا بعمق في اللي احنا فيه يعني ما بنسبش طهرنا ابدا ولعبينا بنشوف المتميز ومسقله اكتر وكل العمليات دي ممكن تجديك ناتج يفوق المنافس ليه صحيح احنا نتائج السبقة وصلتنا الى ان احنا كنا سابع عالم وكننا كان اداءنا مشرف جدا في 2021 والكلام ده مش جديد لان مع بكتور حسن مصطفى حققنا في 2001 رابع عالم وكان في مباراة فاصلة بيننا وبين فرنسا كانت مشهورة اوى ان احنا كنا الافضل وطلعنا رابع عالم فده افضل نتيجة عملنا في طول عالم 2001 يبقى في 2001 خدنا رابع عالم طيب معنا ان احنا نوصل من 2001 ل2022 بعد 21 سنة بفكر بفير جدا يبقى احنا عندنا من بعض الصغرات او العيوب او الاخطاء اللي بنحاول لتلافاها عشان نرجع لمستوانا تاني صحيح عمالنا الكلام لو حصينا به ان احنا اردقنا وابقنا افضل في طوكيو في الدورة الولمبية لما بقينا الرعبة وكان ممكن جدا نحق ميداليا فما بين ما بين ان احنا ندرس اخطاء ما بين ان احنا نتلافاها ونخطط ان احنا نزيد من قوتنا من ايجابياتنا هيبقى في دايما الامل الامل ده اصبح قريب جدا وانا عارف كويس او احنا كمصريين ما يعني ما بنكتفيش عايزين دايما الافضل هنبقى يعني احنا على ان شاء الله بإذن الله كل تفكرنا بميداليا يعني تفكرنا في طولة العالم الجانية ان احنا نحقق الحلم ده وطالما قلت ميداليا يبقى معاك ذهب او فض او لكن انت لازم تدخل بقى النجومية صح ومع الفرق القوية دي طالما انت تشتغل عليها ما فيش حد ابدا يشتغل بشكل علم وتحطيط ويبص لسلبيات وإيجابيات الا بيكون لازم ياخد خطوة قدام ستمنى القطوة اللي جاية القدام دي تسوي من دال المصر هاي هاي دكتور محمد السؤال اللي دلوقتي يخص رضاك عن عدد المحترفين المصريين اللي موجودين في دوريات اوروبية هل انت راضي عن الرقم اللي موجود دلوقتي ولا شايف انه ممكن يبقى فيه اكتر لا ان شاء الله هيكون فيه اكتر شايف انه المستقبل هيكون فيه اكتر بس دي يا أستاذ كريم بيتخلينا بقى وحنا نتكلم بشكل علمي بتخلينا نقول ايه طيب دور اوروبا بتجمعهم سريعا وبتدخل بيها البطولات بتاعتها احنا بالنسبة لنا كنا احنا اللي بناج منتخبنا تحت ايدينا يعني ايه يعني طبخة محلية يعني احنا كنا بنجيب مترب مقيم بمقاعد فيه تجمعات اسبوعية وبيبقى مع المسابقات الداخلية فيه تجمع اسبوعي طيب الوقت بقى نص الخارجي ونص داخلي هنا بقى مشكلتنا في عملية الربط ما بين الداخل والخارجي ده فاحنا حصل له معايير معينة نحاول ان احنا نتغلب عليها بحيث ان احنا نكون عارفين كل دقائق التعامل مع اللعب بتاعنا المحترف الخارج اصابته عدد مبارياته بيلعب في اي مركز بيشتغل ازاي السيناريوات اللي بيحطها ايه بيشتغل المدرب بتاعه بيشتغل معه ازاي ده سواء مع المدرب او مع اللعب نفسه سواء بقى بزوم او بتحليل بيانات يعني بقعدة بيانات او بزيارات من لجنة المنتخبات ليهم المات صحيح احنا بنحاول نعمل التواصل ده عشان نبقى عاملين الربط ما بين مجموعة خارجية ومجموعة داخلية طبعا دي فرقية كبيرة للمجموعة الداخلية ابقى فيها عدد اكبر من اللاعبين يعني يعني معناها ان انا بعد مستوى تاني من اللاعبين الاساسيين ومن الشباب يكونوا جاهزين لدخول المنتخب مع المحترفين لازم طبعا بمستوى نستغلهم ولازم يكونوا معنا فهي دي القضية اللي يمكن بينفرد بيها الاتحاد المصري على اي اتحاد تاني اننا فيه تعتبر معضلة لو كلهم خارجيين سهل او ان احنا نجمعهم لو كلهم داخلين احنا بنعدهم وندخل بيه الاسدورية دي قضية او معضلة ونتكلم فيها دايما وعرضناها على اللجنة العلمية في وصولة الشباب وهو طبعا كل داعم لنا عظيم الدكتور محمد الامين رئيس اتحاد المصري للكرة اليد انا بشكر حالك شكرا جزيلا رئيس منظومة في منتهى النجاح في منتهى النجاح مفيش بعد كده في نقطة كمان حابة اتكلم مع حضراتكم فيها قبل ما اروح على الاربالية نقطة قد كده واللي خليها قد كده اللي بيصغرها يخليها قد كده بس لازم نتكلم فيها بما ان في ناس اتكلمت فيها او في بعض الجماهير اثروها يعني مبارح كنت اتحدث عن احمد سيد زيزو رأيي واعتقد رأيي حضرتك سواء كنت مشجع للزمالك او الاهلي او اسماعيل او اي نادي في مصر ان احمد سيد زيزو دلوقتي افضل لعب في مصر بحكم الجاهزات البدنية والفنية والاستمرارية في الارتفاع في المستوى والتفاصيل كثيرة جدا اتكلمت عنها كثيرا كثيرا امبارح وقلت ازاي احمد سيد زيزو مفهودي باناموزج لكثير من اللعبين المصريين تحديدا في الامور البدنية خلاص مش مختلفين خالص بس يا جماعة مش لازم واحنا بنول على لعب عظيم لعب رائع نحطه في جملة مفيدة مع محمد صلاح عشان دا في حتة تانية اه في حتة تانية في حتة تانية ليه عشان هو في حتة تانية في العالم يعني ما تيجي تقول لي احمد سيد زيزو اه يلعب مكان محمد صلاح في مركز الجناح الايمن ما هو اصلا اصلا يعني ما فيش حد في العالم افضل من محمد صلاح في مركز الجناح الايمن اساسا يعني فما تضغطوش على الراجل لو زيزو اصلا ما هو إن شاء الله فيتوريا لسه هي يدرب أو هيبدأ تدريب المنتخب ما ممكن يلاقب محمد صلاح ويلقب زيزو عادي آه النفس أشوف زيزو في التشكيل الأساسية المنتخب في مصر دايما بصراحة يعني بس أكيد مش مكان محمد صلاح أكيد يعني مين عاقل يفكر كده محمد صلاح أفضل جناح ده أنشلوت بتاع ريال مديد هو اللي قال كمان مش مدربه يورجان كلوب وبلاش يعني لو هم كلهم قالوش يعني كل حاجة واضحة يعني مش محتاجين برضو نسبة زيزو يلعب ممكن يلعب جناح أيسر ممكن يلعب وسط ملعب في خطة 4-3-3 يلعب رقم 8 ممكن يبقى هو جناح أيمان ومحمد صلاح مهاجم فيه 80 تفصيلة لما يجي المدرب إن شاء الله يحط طريقته وخطته ويكون إن شاء الله زيزو في أحسن حال وسليم وفي المستوى السابت بتاعه ده ليه بنسبة لأحداث ونعمل أي حال تجدل وخلاص ليه أساسا يعني مش هطول فيها عشان برضو إيه مش عايز أتكلم فيها كتير عشان يفعل حاجة بلا قيمة يعني بس أنا قلتها عشان شفت حد قال فالناس بتقول آه يعني ما ما نضللش الناس ما نضغبطش الناس وكل حاجة بينا يعني محمد صراح إيه ده يا جماعة اللي المفروض حد يلعب مكانه يعني إزاي محمد صلاح تقول ياصل فلان يجي يلعب يلعب مكانه أو علان بكلام فلان في العالم يعني مش زيزو عظيم ورائب رائع أفضل لعب في الدولة المصري أفضل لعب في الكرة المصرية دلوقتي مفيش بعد كده لعب أنا بحبه جدا بحب إداءه جدا بحب استمريريته جدا وعظيم بس ليه قصة يتحط في جملة مع محمد صلاح ليه إن شاء الله هم الاثنين لعبوا في تشكيل أسان المنتخب مصر ويساعدوا منتخب مصر في الفترة اللي جاي طيب النهاردة المراني الأخير ليه أزمالك النهاردة شاهد جلسة خاصة بين بريرا الموديل الفني ليه الفريق وأمير مرتضى المشرف العام على الفريق الجلسة كان فيها حديث عن أهمية المرحلة اللي جاية فيه نادي أزمالك وتحدث أمير ليه بريرا وسألوا عن احتياجات الجهاز الفني بشكل عام وتدعمات الفريق في المستقبل وأمير أكد لبريرا إنه مجلس الإدارة عايز يدعم الفريق بشكل كامل ويدعم الجهاز الفني بشكل كامل خلال الفترة المهمة القادمة وفريرا قعد جلسة مع اللاعبين طلب فيها من الجميع إنه يركزوا جدا في مباراة فيوتشار وأكد عليهم إنه كان فيه أخطاء في مباراة سموحة رغم الفوز ورغم الأداء الجاية في الشوت الأول ولكن هو حط إيديه على بعض الأخطاء وقال لهم لازم نحلها بسرعة والعيبة كانت طلبت من فريرا إنهم يخضوا يوم أجازة وفريرا رفض هذا الأمر وقال لهم إنه ما فيش وقت والأمور مضغوطة جدا ولازم نفضل طول الوقت شغالين عشان نوصل للهدف اللي احنا عايزين نكمل أخبارنا ولسه عند مباراة الزمالك وفيوتشار المباراة اللي هتقوم يوم الخميس القادم إن شاء الله المباراة هتشهد عودة ثنائي الزمالك إمام عشور ويوسف أسامة نبيه حضركم عارفين إمام عشور كان موقوف بتلت إنذارات ويوسف أسامة نبيه كان عنده إصابة فيه أو بشد فيه العضلة الأمامية وهو تعافى تماما وهيبقى جاهز للمباراة ولعب واعد جدا لعب برومسين جدا وهيبقى فايدة كبيرة جدا لنادي الزمالك ومنتخم مصر فيه المستقبل ساعة اللي فاتت كان فيه كلام عن مين الحارس اللي هيكون مع عواد السنة اللي جاء انتوا عارفين محمد أبو جابل خلاص مش مين بقى الحارس هيضم مين نادي الزمالك الفترة اللي جاي آه عنده شباب مميزين ورؤين بس هو برضو عايز بقى الحارس التاني حارس له خبراته أيمن طهر مداري الحراس نادي الزمالك رشح لبريرة عبدالعزيز البلعوطي حارس مرمى أمبي رشح وقال له شوفه وتفرج عليه لو عجبك ممكن إدارة النادي تخش في المفاوضات على ضمه الفترة اللي جاي البلعوطي حتى لو محمود جايد كان بيبقى إساسي دايما في أمبي بس البلعوطي دايما مشاركاته قوية ومهمة وبيقدم أداء مميز دوما مع فريقه أمبي ده بالنسبة ليه حارس المرمى اللي الزمالك ينوي التعاقد معه في الفترة اللي جاي اللي جاي ده بقى مهم جدا مهم جدا ريكاردو السوارش المدير الفني للنادي الآهل يتكلم كتير مع لعبته النهاردة وقال لهم حاجات في منتهى الأهمية أول حاجة قال لهم أننا عارف أنه انتو مضغوطين بسبب ضغط المباريات الكبير الفترة اللي فاتت ومقدر جدا اللي انتو فيه كفريق بدنيا الأمور بالنسبة له صعبة وعارف أن القادر الأهلي أنه هو فريق بطل والمفروض يكسب على طول بس قال لهم مفاجأة قال لهم مفاجأة قال لهم أن تحليل الأداء الرقمي البعض اللي عابين قليل ووحش جدا قال لهم نصا كده قليل ووحش جدا بس رفض أنه يقول أسامي عشان كان الفريق كل واقف وقال ل أنه هيتكلم مع كل لعب على حدة بس قال فيه لعبة كتير أرقامها سيئة جدا وقال ل أن الأرقام دي مش المفروض تستمر والمفروض كل لعب عارف نفسه يتحسن الفترة اللي جاي وأكيد هيتكلم مع كل لعب عن أرقام أرقامه دي إيه أشتبه حراركم فاهمين يعني لو جي مثلا لو جي مثلا يتكلم عن محمد هاني يقول لك والله محمد هاني عرضياته قليلة محمد هاني أنا مش بتكلم أنه قال لك أقل كده على محمد هاني أبديك مسأل لمحمد هاني أنه الضغط بتاعه على المهاجبين ما كانش ضغط كبير أنه معدلات الجارية بتاعته قليلة أنه في التغطية العكسية ما كانش موجود غير في واحدة أو اتنين مثلا ممكن يقول كده على العلي معلول ممكن يقول كده على الشناوي ممكن يقول كده على كريم فؤاد على صلاح محسن فهي دي التحليل الرقمي اللي بيبقى مهم جدا لأي مدير فاني دلوقتي قال لهم كمان أنه قاصد أنه الأهلي أو قاصد بكلامه أن الأهلي هيكون فريق مرعب ما كانش بيقولي الكلام ده وخلاص وقال لهم أنه ده لازم يحصل الفترات اللي جاية بس ده هيحصل لما يبقى عندكم مجهود زيادة لما يكون عندكم تنفيذ جيد للتعليمات وقال لهم أنه هو واصق فيهم لو عملوا كده هيبقى فعلا الأهلي فريق مرعب على جنب يبقى تكلم مع محمد الشناوي وقال له أنه طبعا حارس كبير ويما كان سبب فوز للفريق بالبطرات وأنه متأكد أنه هيرجع تاني بقوة وهيكون سبب فوز الفريق في المباريات القادمة حلو الدعم المعنوي وحلو الدعم الجيد نادي الأهلي مركز الزيادة الأيصر كان عامل صداع لكل المدينة الفنيين كله يعتمد على العلي معلول ومش كتير أو كل المدربين تقريبا مش مقتنعين أو محمود وحيد وده إنه مش بياخد أي فرص إلا نادرا يعني وحتى كريم فؤاد اللي جاي عشان يشغل الزيادة الأيصر والأيمن هو بيلعب في المركز الزيادة الأيمن وبرضه مش بيعتمد عليه في كثير من المباريات طيب مين بقى اللي ممكن يخش كالزيادة الأيصر في كلام كان على محمد حمدي زيادة الأيصر لي ببرامدز مع نهاية عقده والكلام دلوقتي على مين على كريم حافظ زيادة الأيصر منتخم مصر اللي بيلعب فيه فريق ملطايا سبور التركي اللي خلاص عقده انتهى مع فريقه أصبح انتقاله لأي فريق ممكن يبقى انتقال مجاني تم ترشيح كريم حافظ على سوارش وقالوله اتفرج عليه اتفرج على سيديهاته اتفرج على مبارياته وحكم لو عجبك نتحرك ما عجبكش خلاص فكريم حافظ أصبح خيار قدام النادي الأهلي لضمه في الفترة القادمة ده بالنسبة لمركز الزهير الأيصر في النادي الأهلي ودعمه في الفترة اللي جاي اللي جاي ده في منتهى الأهمية في منتهى الأهمية مش بس عشان الخبر اللي أقوله دوت وعشان تعالي اللي هقوله بعض الخبر أحمد فتحي متدايق زعلان أنه بيتم استبعاده من مباريات بيرامدس في الفترة الأخيرة مش مبسوط وعلى فكرة دي عادة أحمد فتحي أحمد فتحي كان يرفض يقعد على الدكة في الأهلي كان يرفض يقعد على الدكة في الإسماعيل في فترة الاحتراب في أي فريق هو لا يحب الدكة بقلبه وروحه ورجلته ما تخلوهش يحب الدكة يا بزر وهو من اللعيبة اللي بتزعل بس ما بيغلطش ما بيعملش مشكلة ما تلقوش أساءل لحد ما تفتكرش الأحمد فتحي يقولك مثلا اتخاني مع مدارب أو مدير كرة بس بلغتنا كده يتقمس ما يبقاش مبسوط فهو دلوقتي في المرحلة دي هو مش مبسوط اتكلم مع الجهاز الفني والإدارة عن سبب استبعاده وقال لهم إنه هو زعلان ولو الوضع استمر بالشكل ده ممكن يمشي بنهاية الموسم التعليق بقى المعلومة الأكيدة أحمد فتحي عايز يرجع النادي الأهلي بس تركز في التفاصيل أقولها لك دي أو الكلام أو الصيغة اللي هقولها بيها عشان ما تقولش كريم قال أحمد فتحي يرجع النادي الأهلي أحمد فتحي عايز وحابب يرجع النادي الأهلي النادي الأهلي بقى عايز أحمد فتحي حابب أحمد فتحي يرجع لا مفيش كلام من ده دلوقتي ممكن يبقى فيه كلام في المستقبل الله أعلم بس في هذه اللحظة لا مفيش يعني الأهلي مش واخد خطوات أو اتصالات مع أحمد فتحي أنه يرجع النادي الأهلي بس أحمد فتحي حابب أنه يرجع النادي الأهلي أي مفوضات رسمية مش موجودة أي كلام رسمي مش موجود هو اللي موجود دلوقتي بس اللي أنا أقدر أقولو لك إن رغبة أحمد فتحي العودة لنادي الأهلي هلأهلي بقى محتاج أحمد فتحي وارد يكون محتاج لعب طبعا هو بيضع على مركز زي الأيمن طيب هلأ أحمد فتحي فيه حد أفضل منه طوال السنين اللي فائدت في مركز الزهر الأيمن لا هو الوحيد اللي آخر مثلا يعني حم نتكلم ياهو بيلعب ان هو عنده 17 سنة اللوقتي عنده 38 سنة حم نتكلم في 20 سنة مفيش حد جيه زي أحمد فتحي في مركز الزهر الأيمن أو وسط الملعب 20 سنة في مصر طيب هاي الأهلي هيبقى حابق بيرجع أحمد فتحي وعنده 38 سنة معرفش هل في أفكار نادي الأهلي اللي ينزل بقى معدل العمار ولا شايف يستفيد بخبرات أحمد فتحي ما عرفش لسه الأهلي ما فكرش أصلا أو ما خدش قرار في هذا الأمر ولكن رغبة أحمد فتحي هي العودة للنادي الأهلي ده لو علاقته انتهت مع بيرامدز مع نهاية الموسم تحدي الكورة قال إن البرتغالي روي فيتوريا هيوصل القاهرة يوم 2 أغسطس المقبل عشان يبدأ مهمته الرسمية مع المنتخب وكان فيتوريا حضر مباراة نهاية كذا محاكم عارفين قدام أو المباراة الأهلي وإزا مالك طلب بعدها تقليل عن جميع لعاب منتخبات الشباب زي ما قلت لحضراتكم قبل كده قلت لكم قال إيه بعد المباراة تفاصيل كثيرة وحاجات حضراتكم شفتوها أكيد معنا في رقم 10 النهار ده طريق حامد انضم لي معسكر اتحاد جدة في النمسا بعد ما تم التعاكل معه في الساعات اللي فاتت كان في استقباله نونو سانتو المدادب البرتغالي الكبير جدا يا بخت طريق حامد استقباله نونو سانتو استقبال خاص جدا عمل جلسة سريعة معاه وكان معاه أحمد حجازي في استقبال طارق حامد نونو سانتو من المدربين اللعبكرة الرائعين عمل أداء خرافي مع ويلفر هابتون في الدول الإنجليزي مع توتن هام ما نجحش قوي بس هو من المدربين البرتغاليين الكبار جدا المميزين جدا جدا طارق قيمة ولعب كبير وراعي بالمناسبة بالمناسبة أشرف بن شارقي ممكن ينضم كمان لطريق حامد واتحاد جدة أو أحمد حجازي لاتحاد جدة في الأيام القليلة اللي جاية في كلام كبير إنه واتحاد جدة بيرغب في ضم أشرف بن شارقي اللعب المنتهي تعقده مع نادي الزمالك نهار ده الرابط الأندية أعلنت عن أقوبات الجولة 26 من الدولي تعالوا تشوف الأقوبات كانت إيه والفرق إيه وإيه أعضاء جهاز فني مين إمبي وفاركو مباراة إمبي وفاركو تم فيها إقاف محمد صبح حارس مار مباراة واحدة للطرد للأطراد على الحكم مباراة غزة المحلة والمقولون إيقاف صابر عيد المدير الرياضي للمحلة مباراة واحدة للطرد بسبب الاعتراض على الحكم وإيقاف محمد السيد عبد الرازق مباراة واحدة بعد الطرد مباراة البنك الأهلي وفيوتشر إيقاف أسامة إبراهيم عبد الله لعب البنك الأهلي مباراتين بسبب اللعب العنيف أمام فيوتشر دي العقوبات حابب كل شوية كده ألف معاكوا لفة عن المباريات المتبقية للزمالك والبرامج زوال أهلي حتى نهاية الدوري عشان تعرفوا شكل المنافسة في المستقبل هيكون إزاي؟ والمستقبل المستقبل الأولي اللي ده هم نتكلم في شهر تقريبا على نهاية الدوري شهر وكم يوم فالمنافسة في منتهى الصعوب تعالوا نشوف نبدأ بالزمالك الزمالك هيواجه فيوتشر الخميس 28 يوليو هيواجه في برامج الاتنين واحد وأغسطس الجونة أو الزمالك هيواجه الجونة يوم الجمعة 5 أغسطس وهيواجه مصر المقصة يوم 2-8 أغسطس وهيواجه فاركو يوم الجمعة 19 أغسطس بعد كده الزمالك هيواجه الاتحاد 23 من نفس الشهر والمصري يوم 26 وهيلاعب يوم 29 برامج هيواجه البنك الأهلي يوم 27 يوليو وهيواجه الزمالك يوم 2-1 أغسطس وهيواجه المقصة العرب يوم السبت يوم 6 أغسطس وهيواجه غزل المحلة يوم 3-9 أغسطس برامج هيواجه السموحة يوم 19 وهيواجه فيوتشار يوم 23 وهيواجه سيراميكا يوم 26 وهيواجه الجونة يوم 29 نروح لمباراة الأهلي لألا يواجه مصر المقصة يوم 27 يوليو وهيواجه المقرول العرب يوم 30 يوليو وهيواجه فاركو يوم 3 أغسطس والاتحاد السكندري يوم 7 أغسطس والمصري يوم 10 أغسطس يوم 14 من نفس الشهر هيواجه الإسماعيلي ثم يوم 20 هيواجه أستر كامباني ويوم 23 هيواجه أمبي ويوم 26 هيواجه طلاع الجيش ويوم 29 هيواجه سيراميكا كوليوباتر دي مباراة الثلاث فرق المتنافسة على لقب الدوري الممتاز نروح نشوف تقرير عن مؤتمر بطولة العالم الخماسي الحديث اللي بتستضيفها مصر إن شاء الله في الوقت الحالي بعدها هنطلع لفاصل ونستقبل ضفنة الكبير الكابتن الكبير كابتن طارق سليمان لتحليل أداء حراس مرمى الدوري المصري بالمناسبة كابتن طارق هيكون معنا كل أسبوع إن شاء الله عشان يحلنا حراس مرمى الدوري المصري اسمي كبير واسمي رائع جدا مع الأهل والمنتخبات الوطنية وكثير من الأندية المصرية بعدها هزا الفاصل والتقرير نواصل إن شاء الله مبتوك لمصر طبعا بطولة جديدة بنظافة الرئيسية مصر بطولة عالم الكبار برضو ناسا نتعرف نتوات العالم أنواع يعني كبار ونشئين وشباب دي أكبر بطولة في الاتحاد الدولي الخماس الحديث بعد الدارة الأممية طبعا بتقام كل أربع سنوات دي بتقام لتاني مرة في قارة أفريقيا والتاني مرة في مصر الحقيقة وقيمة قبل كده في 2017 فيها قاهرة ودلوقتي 2022 في الأسكندرية ده برضو بيبين قوة مصر إن مش بس العاصمة اللي قد ننظم فيها بطولة عالم إنما عندنا برضو مدن مصر رائعة وجميلة والإمكانيات الحقيقة الانفرستركشور والفاسيليتيز موجودة في كل حتة في مصر التس اللي هتتعمل للديسبرين الجديد اللي هيبدأ بعد 24 اللي هو أبسكر رانينج هيتشالف روسية وحيأتيها اسمها أبسكر رانينج مكانه لسه تتحاد دولي هيتقرر في نوفمبر هيتلاعب إزاي إنما في بعض التس إيفنس تم إقرارها من تتحاد الدولي واحد الأولين يتعامل في تركيا الثاني هيتعامل في الفلبين والثالث هيتعامل في إيطاليا السناني فما فيش حاجة في مصر اللي هيتعامل السناني إنما بعد إقراره في نوفمبر إن شاء الله هنبدأ فورا في يعني تركيب كورس ليه هنا في مصر خلاص في مقر هاي السادة القاهرة عشان أولادنا يدعوا يتمرنوا عليه من دولاء تعالتون طبعا الحمد لله إحنا محظوظين إن إحنا عندنا نخبة عن أقوى المدربين في الألعاب الفردية اللي هي بتكون في الآخر لعبة الخماسي طبعا أنا أكون محظوظ جدا أنا ما أكون شغاله وسط الناس دي بيخلوا المهمة سهلة جدا يعني مش عايز أقول أن أقلهم يعني يعني هم ناس في منطر روعة الاستعدادات كانت كويسة جدا اشتغلنا معسكرات داخلية اشتغلنا معسكر في تكاة قبل نائكس العالم عملنا احتكاكات مشارك معنا لعبة السلاح لعبة السلاح من أكتر لعب الأكثر قيمة اللعبة جاهزة بشكل كويس الحمد لله أحمد الجندي قدر كالعادة يعني يبهرنا بالتزامه وسرعة الاستشفاء اللي قدر يحققها ويرجع وينافس نفس الكلام بقية القوام بتاع الفريق اللي هيشارك في المنافسات الفردي سواء كان مهند شعبان أو أحمد أشرف أو محمد الجندي مفاجئة للبطولة إن شاء الله أخو أحمد الجندي صغير كلهم قادرين على المنافسة قادرين على المنافسة على مدالية فرقة بشكل قوي البنات نفس الكلام سواء هايدي مورسي أو أميرة أنديل أو سلمة أيمن فطبعا كلهم قادرين إن شاء الله زي ما قلت على المنافسة بشكل قوي جدا قوانين دلوقتي يعني بقت ماكسمم زي 90 دقيقة زي ماتش الكورة فبقى بطل خماسي الحديث بيلعب خمس ألعاب بينافس فيهم خلال 90 دقيقة بالزبط فلما حضرتك قلت دلوقتي على الفينيو للجامعة أمريكية هو يمكن الأنسب بالنسبة للعيبة لقرب الملاعب من بعض على طول يعني نفس الحاجة هنا في الأكاديمية البحرية الحقيقة الدكتور إسماعيل عبدالغفار داعم أساسي للرياضة والرياضيين ومن الشخصيات يعني اللي دايما بتسعى لأنه هو يبقى دعم للأبطال وبيساعد والله الموافق الحمد لله مبارح احنا تحصلنا على أول مداليا في البطولة كان البداية الحمد لله خير المداليا الفضة أحمد حامد وإسلام حامد النهاردة البنات ماشيين كويس الحمد لله هايدي وأميرة أنديل وقدين أول سلاح وإن شاء الله البقية تأتي ومع نهاية البطولة إن شاء الله لدينا لقاء تاني عشان نقول بقى ان التحاد المسيخ ومسيح حديث أونتراك سعيد ليقامة البطولة في الأكاديمية العربية والمؤتمر الصحفي أو إشارة البدء للبطولة دي هو كان سعيد بتواجده مع العديد من الأشخاص أو الحضور اللي تكلموا عن استضافة البطولة أو يقامة البطولة في الأسكندرية وبرضو هو عايز يبعط ماسيج أو رسالة للمجتمع المصري إن الاتحاد الدولي عنده سكة كاملة في الاتحاد المصري للخماس الحديث على استضافته لجميع البطولات بالتالي هو برضو بيأكد إن هو البطولة الماضية في كاس العالم اللي وكيمة في القاهرة كان عرض فيلم ترويجي عن رياطة الخماس الحديث والنظام الجديد اللي بيتلعب به وبالتالي إن شاء الله هو بتوقع إن البطولة ويكون قوية جدا يا أعلم بحضواتكم مرة أخرى زي وقت لكم كده قبل الفاصل هيكون لنا شرف كبير جدا من الكابتن الكبير كابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الأهلي ومتخباتنا الوطنية واسم كبير في كل الأندية المصرية يكون دي في أساسي عندنا هنا كل أسبوع حلنا حراس المرمى في الدور المصري بما إن إن الحالة بالنسبة لحراس المرمى عندنا دلوقتي بقت طالعة نازلة وبقى الموضوع دايما جاد لي هل مستوى حراسنا كبير ولا لأ هل مستوى هم سابت ولا لأ فحلو إن يبقى معنا كابتن طارق سليمان عشان نقايم حراسنا كل أسبوع كابتن كبير كابتن طارق سليمان مشرفه بنا يا كبتن كريم أنا اللي سعيد إننا إن شاء الله يعني نبقى متوجدين مع بعض الفتر اللي جاد لحد إن شاء الله من خلاص الدوري إن شاء الله يا رب ويعني فيه كم نقطة كده يعني في البداية طبعا هنتكلم فيها طبعا عشان يعني تبقى الأمور واضحة إحنا هنا يعني إحنا إحنا مع ألوان ولا إحنا ضد ألوان إحنا فيه منهج هنحطينه هنشتغل عليه المنهج بقى يطلع مع حارس مرمى الأهلي حارس مرمى الزيمالك حارس مرمى بيرامس حارس مرمى البنك الأهلي نعندناش مشكلة مع أي حد خالص سحر هنتكلم بما يرضي الله على كل وقت يعني في النهاية بنحل المواقف قدامنا أيبا المواقف ده يعني ممكن كمان ما نتتركش خالص يعني أين كان بقى المواقف ده فيه حارس مرمى شناوي فيه محمد عوات فيه أبو جبل فيه حراس مارسون في오لي فيه وإن شاء الله بإذن الله يعني ناس تستفيد يعني الحكاية أنه أنت مش بتقايم الحارس بشكل عام لا طبع أنت بتقايم حالته في المباراة دي بالضبط والله حالته في المباراة دي مكادش جيد والله كان عنده أخطاء والله المباراة دي كان عملها بشكل عظيم جدا خد بالك إحنا ممكن كمان يعني إحنا هناخد حالات مهمة جدا وحالات يعني حالات صعبة ممكن الحالة اللي حارس مرمى ممكن تبقى في إيه خسرة المباراة ممكن هو مكونش موفق في المباراة نفسها ولكن عنده حالة عنده لقطة يعني لقطة دي ممكن نخدها بسا أحسن لقطة في الإسبوع أو أحسن صدة في الإسبوع وممكن الحارس يكون هو عامل نفس المباراة يعني مباراة مش جيدة ولكن تعالى ما إحنا بيختار حالة يبقى نظر نجيب أصعب حالة وأصعب حالة من وجهة نظري يعني أنا رجل مشغل في التدريب بلا فترة كبيرة جدا فأنا لما أجيب حالة بقى أجيب حالة وأنا عارف أن اللقطة دي صعبة ممكنك الناس كتير ما تبصش اللقطة دي صعبة خالص ما تبقاش بين أول الناس قلنا كده مرة اللي فاتت بالزبط أنا ممكن مثلا إيه ألاقي تصدي يقولك إيه المعلق أو الموزيع يقولك إيه دي تشاطيت له في نص الجون قد بالك دايما دايما ناس بتحب الجمهور بيحب اللقطات اللي هي يعني يقولها يطلعها من مقص نعم اللقطات الكرات العالية إنما ممكن يبقى فيه لقطة يعني غريبة جدا من جسمك وتبقى صعبة جدا اللي أنا بتبقى تحت وبقى كرة سريعة جدا جدا الأرض بتبقى طبعا عارف أن الأرض يعني دايما الأرض بتبقى مرشوشة مية صحيح فالعاجات اللي بتبقى تحت دي برضو بتبقى صعبة صحيح إنها مبقاش ببقاش لها شكل جمالي بالنسبة للناس إنها بالنسبة لنا تبقى لقطة صعبة ولقطة مهمية فإحنا جابين النهاردة حالة برضو من الحالات اللي حمي قبل ما نخش في الحالات عايز ألك تحديد على محمد الشناوي بشكل عام يعني قبل ما نخش في حالات محمد الشناوي أكيد عندنا حالات كتير للمحمد الشناوي النهاردة بس الانتقاط والهجوم الأخير على محمد الشناوي هجوم منطقي وانتقاط طبيعي بما إنه محمد الشناوي فعلا كان عنده أخطاء ولا المفروض لما يبقى حارس كبير زي محمد الشناوي يخطئ مفروض الناس تستحمله وما يتعملوش معاه وينتقدون ويقولوا إنه عادي بص كابتن كريم أنا شايف إن الانتقاط للشناوي يعني بزيادة قوي 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 هو ما يستهلش كده يعني الشناوي عنده رصيد كبير جدا جدا مع النادي الأهلي رصيد بطولات مش رصيد مباريات وأداء كويس بس في متشات بطولات وإحنا قلنا الكلام ده كتير وأقوله تاني وفي ناس كتير جدا تقول لك هو الشناوي ماله هو الشناوي مش مركز ليه هو الشناوي في إيه هو الشناوي تلما تيجي هو محمد هاني مش مركز ليه هو علي معلومي مش مراكز له هو السهلية مش مراكز له هو يا سيد إبراهيم مش مراكز له هو نادي الاهلي حالته طبعية حالة النادي الاهلي طبعية لا حتى مش معنى هو عشان الشناوي دافت ما اقول اخر حاجة بيبقى اخر حاجة لا اقول لك بصراحة اقول لك بصراحة برضو أن الشناوي الجماهيل مؤتدى عليه في ايه إنه لو الفرقة كلها مش حلوة هو بيبقى كويس بالزبط كدا ما setup العشان كده ايه احنا قلنا الكلام ده برضو بنقوله تاني الشناوي يعني وصل لمرحلة يعني شناوي كان خلاص الناس فأس برضو كانت الفرقة برضو مش بالشكل ده صح يعني الفرقة برضو ما كانش المستوى بالنسبة لكل اللعيبة احنا عندنا حالة عامة يا كابتن كريم حالة عام لكل اللعيبة وانتش لقي لعيب يعني النهار ماشي اهل وزمالك اللي فات طلع للعيب كويس في الحداشر اللعيب وانت سليمان لما نزل الشوت تاني كله مش حالو بما فيهم الفراوي ده بنص الملعب حتى الثلاثة الدفندر الناس بتخطي الظهر فان في النهاية النتائج كمان مش مساعدة يعني ممكن الشناوي بعنده خطأ الخطأ ده لو الفرقة كسبة المباراة الخطأ ده بيدارة الخطأ ده مبانش قوي زي الحاكم زي الحاكم يعني ممكن يبقى عندليك ضرب الجزاء لو انتك سبت مهم ما حدش بيحس ما حدش بيحس بزبط البيترافو عليك انما الخطأ مباراة مثلا للزمالك الشناوي في مرات الزمالك شال يجي انفراضين ثلاثة صح مؤكدين بما فيهم حتى جون التاني اللي داخل في الشناوي الشناوي شال انفراض مية في المية وبعدين راحت ياسر إبراهيم اتأخر فيها لحد ما خدها عارف محمد عواد انا فاكر اللقطة دي محمد عواد في مباراة غزة المحلة عمل مباراة كبيرة وعظيمة وشال كورة الخطيرة وتلع في واحدة وتلع في واحدة غلط زي بتاع الشناوي كده بالزبط بس ما جاتش جون ما جاتش جون لو الزمالك كان خسر ما كانش حد بقى شلوا كل الكورة هو ده اللي أنا أصدق ان في النهاية الشناوي طبعا احنا بيقول ان الحالة عامة اللي عبت النادي الاهلي النتائج كمان ما فيه تعادل او فيه خسارة صح فدي كمان بتحمل الشناوي اكتر زي اذا ما حضرتك قلت كده ان الشناوي الجمهور مش يعني دايما الجمهور الاهلي بيبقى ممكن يبقى يجي عليه ضرب جزائي صدار الشناوي يجي عليه انفراض صح فيصنع الفرق دايما في في مرشات كتير جدا بوبطولات كتير جدا صح اللي اللي عايز أقوله للجمهور يعني الشناوي عنده رصيد كبير جدا مع جمهور النادي الاهلي ومع مع النادي الاهلي فالرصيد ده يسمح له يعني ما بقول الشناوي أوحش أو الشناوي يعني طبعا بس في النهاية يعني برضو أنا ما ينفعش أنا هاجم الشناوي الهجوم الشارس في رأي يقولك ان محمد الشناوي محتاج يقعد شوية تمام رأي ده يعني يعني يقعد عشان ضغط يترفع من عليه هو مش عشان هو مسأل كعقاب أنا سمعت ناس كتير يقولك يعني ياخد راحة عشر طيام ويرجع تاني ويعني بص هو في النهاية في قلق يعني لو حضرتك فاكر السنة قبل اللي فاتت ليفربول أليسون طول السنة كان عام الموسم وحش وحش جدا 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 ما بيعودش صح لأنه في النهاية هو ده الحرس الأساسي بتاع ليفربول وهيرجع صح ورجع السنة اللي فاتت وعمل موسم رائع عظيم السنة اللي فاتت توصلت مع محمد الشناوي ها بكلمه ها بكلمه ها بكلمه ها بكلمه ها بكلمه تقريبا ممكن كل يوم كل ممكن مكلمه مراتين في اليوم بذات الفترة اللي احنا بتدعمه بقى اه طبعا طبعا بقوله ايه طبعا بقوله شناوي هترجع انت عملت حلو كتير قوي وعملت أداء ممتاز في سنين كتير مع الناد الأهل من 2017 احنا تقريبا خمس ستة سنين صح فالفترة دي صعبة بس هي محتاجة الشخصية القوية بتاعتك انت عظيم فما تقلقش الفترة دي هترجع وهتخلص ومش هتخلص بالنسبة لك انت بس بالنسبة للفرقة كلها هو متفاهم ده ولا مداء من الضغط لا هو شوية هو شوية برضو ايه يعني تعارف ايه من أقرب الناس يعني يعني ناس كفى جدا جدا يعني هو برضو كمان الجمهور بالنسبة له بيحب جمهور الناد الأهل جدا طبا وجمهور الناد أهل بيدعبهم دايما ودايما يعني 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 جمهور اللي دايما في ظهر اللعبة هو زيعل لما حسن زيعلان شوية طبعا اكيد انما في النهاية زيان بيقولتلك مطش اللي فات مطش الجونة يعني من بداية المباراة كان فيه جمهور برضو كان زمع اللعبة كتير جدا ومنهم الشناوي وكمل مباراة وانا شايف المباراة اللي فاتت رغم من الحاجات اللي جات له حاليك خفيفة قوي ولكن تعال معا بشكل كويس عظيم طعم فيه واحدة فيه لقطة هنجيبها دلوقتي انا جابها لقطة سهلة قوي قوي بسيطة بس هتبقى لك هتبقى لك قريبة جدا من الجون اللي داخل في مباراة الزمالي الجون الاولاني بالذات عظيم طيب احنا هنتكلم النهاردة عشان الناس تبقى عارفة برضو معنا السادة المشاهدين هنكلم عن مباراة الاهل والجونة الزمالك وسموحة الاهل والزمالك البنك الاهل وفيوتشر وفاركو امبي والمقابل العرب والمحلة مظبوط نبدأ بالاهل والجونة الاهل والجونة هنعرض لك الحالات كلها حالة يلا جماعة نعرض لحالات من فلوكم معه احنا معنا جلال جلال هو اللي يبقى موجود معنا في تمام طبعا احنا جايبين الاول لقطة معنا النهاردة هي لقطة قريبة جدا يا كابتن كريم من لقطة ده طبعا احنا جايبين الاهل والزمالك ده الاهل والزمالك ده طبعا الهدف اللي احنا دخل في النادي الاهلي وطبعا ايه ده كار خاطئ من الشناوي يعني الكرة صعبة مش بتاعته الكرة ما تولدش وتحت رجل جزيري الحاجة بقى هستأزينك بقى يا جلال تستنى عشان نتكلم على كرة دي شو بصوا هاي دي بقى انت بيبقى فيه اوقات طبعا دي شوف كار الشناوي هو خارج من المرمى يا كابتن كريم فيه سرعة مش طبعية فيه اداء حركي فيه استجابة زهنية فيه اداء حركي خطواته خطواته ديئة جدا ياري بقى اني عيدها بس براحة بس اول ما كرة تبدأ بص يا كابتن كريم الكرة لما عليت شوف الاستجابة زهنية بتاعت الشناوي امش واحدة واحدة بقى بص خطوات الشناوي اول ما دي بدأت بص خطوات الشناوي بص 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 السرعة بص واخت منين امشي كمان امشي كمان بص ايديه فين بص جسمه فين واخت من فوق لو شناوي خبط في اربع العيبة في خمس تعيبة كرة مش تقع من ايده طالما واخت الخطوات دي ورافع بص رجل الشمال فين ديفنسه قدامه حاطتها ببطن الراجل اللي ايه اللي ضغط عليه فدي كرة دي كرة يبني انها سهلة بس انا شافة كرة صعبة ممكن تقع من ايد حد تاني لو مش بالسرعة دي خطواته سريعة جدا جدا وبعدين جسمه عالي هيجي لقطة دلوقتي لعماد السيد لقطة الهدف هنتكلم على كام حاجة كده برضو زي ما كلمنا على الشناوي هنتكلم على كام حاجة هايلا كبدا هايلا كمل كمل يا جلال دي لقطة طبعا ايه بيبني ان هي سهلة انها منشافة مش سهلة دي طبعا لقطة مهمة جدا 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 الاهم بقى في دقيقة سبك هي هو طبعا تحطط سهلة في ايد الشناوي انما الشناوي كان بره المرمى وكان طلع عشان ياخدها اه لو كمل الشناوي كان عاملت مشكلة اصلا هنا الشناوي بدأ عشان كل انتقد الشناوي في الكل سرية ارجع باش بتاعته اه فرجوعه ده مهم لا ارجع كمان يا جلال ارجع كمان ارجع شوية ارجع كمان انت حركة دلوقتي وقلت إنه الشناوي مش بتاعته فريع أيه بس هو خل المدافع يقول خلاص الشناوي هيجبها لا لا الشناوي مفروض ما يقولش الكلام ده المدافع ما يقولش الكلام ده بس هو تصور كده يعني أنت المدافع بص المدافع اللي وره لعب الجونة تمام هو سابه رح ويقف بقى هو الطبيعي إن أنا بقى في المكان ده الطبيعي إن أنا بقى في المكان ده ارجع كمان يا جلال ارجع بس كمان ارجع بس وره كمان بعد إذنك لا وره وراء ارجع وراء كمان. مش هتقدر ترجع وراء. اه. طب خلينا بس ايه نقول اه هو في المكان هو الشناوي كان بره تمنتاشر اكتر بكده كمان. لما ليه عشان الكرة لما تلعب طويلة هو لازم يقرير من خط. ارجع وراء حتى لو مش هزهر في الكادر. ارجع وراء. اه بس اوقف 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 اوقف. هو الطبيعي يا كابتن كريم. اه. خط الدار بتاع نادر الاهلي فين في نص الملع. اه. الشناوي هتلاقيه في مسلا جوة الستة دلوقتي. لا. مستحيل. هيبقى متوقض. هو ده بقى اللي احنا بيقول دايما. ان لازم يبقى بره التمنتاشر بحوالي عشر خمستاشر يارض. صح. ليه عشان الكرة لما تلعب طويلة كده يبقى هو قريب منها. طب هو قريب منها ولا ان الكرة مش بتاعته. يكمل والرجل هيرقصه ويحطه جول. يا اما الراجل الشناوي يعمل يعمل فاول ويبقى فاها ايه. بقى فاها طرد. هاي. هنا الشناوي عمل يخد قرار انه لازم يرجع. ورجع بسرعة جدا بظهره وبدأ يرجع اهو. اهو. برجع بوشه شوية عشان يبقى سريق عشان يرجع بسرعة. خطوات مقصية بوشه هو بس عينه عكور. عمال يرجع بظهر هو الراجل ايه. الراجل مكمل هو بيرجع. تمركز كويس جدا جدا. طبعا تحطط ضعيفة. اه. انما الاهم من ده انه هو ما يكملش مع الراجل كانت تبقى مشكلة. وتمركز كويس جدا جدا تحطط طبعا ايه. الراجل مش شناوي اتعامل معا بشكل ايه. على فكرة حالس الوقت اللي فاتت نازل انه رجوعه بخطوات وموجود في مكان كويس بظهره دي حاجة في منطقة الصغر. طبعا. طبعا. احساسه بالمرمى مهم جدا. احساسه بالطمانتاشر. دي بقى دي لقطة تانية بس ارجع بقى شوية جدا بعد اذنك. ارجع بقى. دي مختلفة شوية. اه. اقف. اقف. هنا هنا اه اتش مترس بكل مش شايف الشيناوي. هنا بقى الشيناوي بيعمل ايه. خرج وضايق عليه ايه. دايق عليه وايه. المساحة. ليه. احنا المرمى بتاعنا عبارة عن مسلس. راس مسلس. قاعدة المسلس خط المرمى. كل ما بتطلع من المرمى نحي الكورة بتوصل للرأس المسلس اللي إيه. الكورة. لما توصل لرأس المسلس انت ديقت المرمى تمام. انت بيطلع من من القائم اليمين Навى يروح على الكورة وضلع من على قيم الشمال بيروح على الكورة انت لما بتطلع تقرب منه اطلع بقى بص هو عمل تات اربع خطوات سريعة جدا وبعدين عمل النجمة خبطت في رجله بص قرب المسافة تماما بص بقى المسافة حوالي تلاتة يرضى وامر احنا نازل خبطت في رجله من تحت بس هو كان لازم ما ينفعش ينزل على الارض بقى طالما قرب من المثلث قرب من راس المثلث اللي هي الكورة عمل النجمة خبطت في رجله وتعامل معها بشكل كويس جدا يعني اهم من هو اللي كورة جات في رجله انه قرب المسافة بينه وبين الايه بينه وبين الكورة الحاجات دي الناس ممكن تعديها عادي هو بيطلع هو بيطلع بيطلع هو شميست بكلي هو لسه ايه هو ما استلامش هو لفه عمل ايه لفه بشوت كالقرش انه قرب اول من مين بص نزل اهو نزل اهو لو ما زلش الناس لديها كابتن كريم كانت كورة عدت من اين من تحت رجل دخلت دخلت في الجول هتلاقي كورة خبطت في جسمه من تحت فمنع خطورته فهل انفراد صريح واضح 100% الحاجات دي زي ما بقولك بتعدي عناس شكرا جماعة الكلام ده في منتهى الأهمية في منتهى لما احنا فيه لقطات بتعدي علينا الحراس المرمى نتوقع انها سهلة وعادية وان المهاجم هو اللي سيء يعني انا برضو انت هتقول ايه شميل سبيكلي حطاها كده ليه هو اللي قفل عليه الزاوية هو لا فوشات بس هو قرب 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 بينه قوي هيل كمل 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 بقى دي طبعا دي أنا باعتبرها لقطة مهمة جدا 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 وصعبة جدا 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 ليه يا كابتن كريم هنا الراجل استلم بظهره ولف وشات عماد السيد في واحد كمان ضغط على حسام حسن بص 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 نجيب ضغط عليه والمسافة قريبة وبعدين شاتت جمد على الأرض يعني هو لف وشات على طول وجاية تحت على الأرض عشان كده عماد السيد رحلها بإيد واحدة بحرها بكاف في إيده واقفها وبعدين تعامل معها بإيديل اتنين انما انا شاف ان الكرة دي من الكرة الصعبة قوي اللي حدث بمرضة صعبة جدا 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 يعني باعتبرها دي من أصعب من أصعب الكرة اللي شفناها في خلال في الأسبوع ده بس أنا عايزة اكتمشيها بقى طبيعية يا جلال يعني خلالها طبيعية ومشيها طبيعي عشان شوف قد ايه كرة دي صعبة رد الفعلي سريع جدا طبعا صعبة جدا صعبة جدا برضو دي يقولك حسام شطى وحش لا مش قطاش وحش عماد الصد حلو عماد الصد حلو جدا والكرة دي كرة دي ممكن سهل جدا تدخل يعني دي لو داخلت المرمى لا يسأل عنها عماد الصد تماما إنما واشا الهدف بالنسبة 100% وكرة صعبة قوي كرة صعبة جدا يعني بص يا كابت لف وشاط صعبة جدا ده توقيت رائع بص جاي في كاف في إيده بالكامل يعرف دي لو جاي في صوابه وتاخد صوابه وتخش إنما ذوي عماد الصد بص كاف في إيده جلابسة في كاف في إيده كله وقفها الأول ما كانش يفعلها بإيديل اتنين إيديل اتنين ما يلحقش فهو الأول وقفها بإيد واحدة وبعدين حط إيده التانية كمان عليها وكابت انطاري اختاري الكرة دي أفضل تصدي أنا شافني دي أفضل تصدي في الإسبوع ده كرة صعبة صعبة جدا يعني وحراس المرمى يفهموا الكرة دي يعرفوا قد إيه كرة دي صعبة بيدي برضو بأنا شافة إن الكرة من الكرة صعبة برضو برضو تحط الكرة منعوبة على الأرض جوة 18 الرجل حطها بطن لجله بس التانية بقى عماد وحش فيها كرة التانية عماد لازم فيه لازم أنا ماستسهلش خلاص الكرة لنصديتها وقام برقائي فقام على مهل وامسكها ما شافش الراجل اللي جاي من الظهر كان ممكن عماد يعمل فيها ضرب الجزاء إنما الأولى صعبة طبعا يعمل ضرب الجزاء بدون أي لازمة نشوف هاي الكرة تاني متمركز بشكل كويس جدا نعينه على الكرة الرجل حطها بطن لجله تعامل معها كويس قوي بس بص الأمة بقى في التانية بس بقى مش شاف الراجل اللي جاي من هنا رقم واحد وعشرين عالي معلول بس بس خلاص ضامنها مية خلاص الكرة لا ما ينفعش الكلام ده أنا لازم أنا في النهاية أنا فيه اللعبة يمين وفيه اللعبة لازم ما بيواخد بالي من الكلام ده يعني ما صدش الكرة الصعبة دي وأقوم بشكل بسرحان الكرة ياخدها من قدامي وممكن يعمل ضرب الجزاء برضو صعبة جدا لا بس بس يا كابتن كريم الكرة اللي بتحطى على الأرض وقريبة من رجلك بتبقى صعبة بتبقى صعبة جدا بتبقى عايزة فيه سرعة سرعة في التعاون مع الكرة إنه بس خلالك هتلاقي عماد عمل إيه طاير رجل الشمال في بعض الأوقات الكرة لما تبقى قريبة من جسمك قريبة من رجل يمين أو رجلك الشمال محتاج تطاير رجلك عشان تقدر تنزل لأنه إنت لو ما طايرتش رجلك هتنزل إزاي وفي أوقات بقى هاقول لك إنه طاير رجل ده غلط لما تبقى الكرة متشاطة على الأرض بس إيه بس يبعيد عنه شوي هاي نشوف اللي بعد كده بص هنا بقى الكرة التانية اتأخر فيها جدا جدا يعني تقريبا نحن معنا بعد كده الهدف الهدف الدخل أيوة الهدف هنا طبعا فيه مشكلة كبيرة فيه كم مشكلة في الهدف ده إرجع بقى إرجع كده جلال طبعا الكرة ملعوبة تقريبا كده لا إرجع وره شوية بس إرجع وره شوية جلال قبل معلم عمومة يرفع الكور تقريبا كده كرة قريبة جدا من عند الكورنر يعني المسافة كبيرة الكرة ترفعت علي وخدت وقت يعني من أول وقته وقته ورمره بيه حطاه من عسين الستهار ده بالزبط في نص المرمى عمادة سيد لما الكرة ترفعت يا كابتن كريم ما تعاملتش معها غير بعد ما عدت أكتر من نص المسافة بدأ يخرج دي مشكلة لازم في اللحظة للكرة إرجع لا مش التصوير ده يا جلال لو فيه التصوير الأولاني أول 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 تصوير لأ مش ده هنا بقى طبعا عشان بس نحل كل حاجة الزوية الأولى يا جماعة أول زوية جيبنا بلاك كرة أيو من هنا امش 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 اقف كمان كمان بس بس كده اقف بص شوف الكرة فين يا كابتن كريم كرة بقت في نص المسافة وعمادة سيد لسه فين لسه مكانه لسه في التمركز الأولاني بتاعه أنا بالنسبة لأنا تبص الكرة في المكان ده هنا كنا علي معقوله رفع كرة منين لا من الحتة دي اه اه فاهم بص طالما انت تحركت مكان الكرة في المكان ده كده يبقى كنا علي معقوله رفع كرة منين من المكان ده انت لما جي تتحرك تاخد كرورك وهو بيلعب الكرة بص اول ما الكرة تطلع من الرجل علي معلول انا بحدد وبدأ اتعامل عشان تبقى دايما اصلا بقالع ضد الزمن الزمن دلوقتي لما علي معقوله يرفع الكرة من هنا لحد ما توصل الزمن اكتر ولا علي معقوله يرفعها من مكان الكرة كده احنا بتكلم بالمنطق اهو يبقى لما ترفع من هنا تبقى سهلة علي بص عماد سيد لسه مكانه بدأ يتحرك الكرة فين يا كابتن كريم عدت نص المسافة يعني تبدأ نعلم علوله رفع كرة من المكان ده كده بس على الارض طبعا يعني هنا بقى كمان عمل ايه عماد اولا تحرك وهو موطي اه تحرك وهو موطي اتحرك وخطواته واسعة عشان كده ما وصلش للكرة وبدأ يرجع تاني ولما رجع يا كابتن كريم رجع فين رجع على الشمال قوي بص فتح الزاوية ازاي بص رجع فين رحل الشمال جدا جدا شو بقى كرة زي دي واحنا بنتفرق تصورنا ان عماد السيد مش مسؤول عنه احنا بنقول احنا بنقول ايه كان المفروض يعمل واحد اتين تلات اربعة عشان يسهلها لأ بص بقى رامي بيحطها منين تقريبا كده من برد ستة بيارض بص عماد رجع فين بص لما رجع رجع فين الشمال خاطئ رجع الشمال فتقول زوال يمين ايه مفتوحة كبيرة جدا طبعا نشوف اللي بعض طبعا اللقطة دي طبعا يعني بص هتبان هنا اكتر بقى شوف عماد بعد ما هو رجع رجع فين بص كده يا كابتن كي بص كده بص في عماد فين بص وقف في تلت والتلتين فين طيب عماد السيد ومحمد شنويتدي كل واحد كان من عشر في المبارة دي هو طبعا يعني في المبارة دي اختبرات للعماد او الشنو ما كانتش اختبرات كثير يعني الشنو انا ممكن في المبارة دي ما جالوش اختبرات كثير ياخد سابعة سابعة من عشر سابعة ونص عماد السيد طبعا فيه كرة اللحة صعبة جدا جدا ياخد علىها درجة كبيرة بس ورده الهدف في المهم تدي له كام عماد دي له ستة ونص عشان الهدف طبعا الهدف يعني فيه جزء كبير كان لازي تعال ما أحسن من كم الوقاح لمبارات الزمالك واسموح. اه دي كرة طبعا انا باعتبارها من الكرة الصعبة جدا جدا بالنسبة للعواد. اه. مهمة جدا جدا وكرة صعبة جدا وجون 100%. يلا رجعتين. هنعيدها بقى كم مرة دي لان الكرة دي يا كابتن اه. اه دي طبعا دي اللي بعدها على طول. دي برضو تقويته كويس جدا جدا وكان عنده استجابة زينية سريعة. انما دي مهمة قوي. ماشيها بقى كده ووقف. ووقف بقى هنا. ووقف. ووقف. بص يا كابتن كريم. الرجل اللي قدام عواد ده. اخد بالك كان هو كرايح عشان يلعبها. وفي لحظة. رجل كرر انه ملعبهاش. صح. ليه هو خاف انه تيجي في رجله. تخش في الجول. ففي اللحظة اللي كرر ملعبهاش كانت الكرة بقت. يبصي كرة فين. قريبة جدا من مين. ما اجيب سموح. قريبة جدا من عواد. لا. ويعني لو عدت هتروح لمواد سموح لو بكارش اكش. معنا فاهم. انا قصد اقولك ان الكرة دي ملعوبة منين. من بعيد. صح. لو لو مدافع الزمالك مش موجود في المكان ده. عواد هياخد الخطة هو ياخده على صدره سهلة جدا. صح. لانما عواد في المكان ده ما نتعاملش معها خالص. لان عارف ان اللاعب الزمالك هيعمل ايه. هيشيلها. هيشيلها. في اللحظة ان اللاعب الزمالك كرن وما يشيلهاش. كانت المسافة بينه بين الكرة وعواد قريبة جدا. فعشان كان لما اتعامل معها. اتعامل معها المسافة قريبة جدا. لو عدت كان الراجل بتاع الاسموها حطاها ايه. مستريح جدا. فدي كرة من الكرة الصعبة قوي 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 قوي. واحنا برضو حنا بنفرق. سألنا هو عواد ما مسكهاش ليه. مستعيل. ايه. مستعيل. ايه. ما حراك دلوقتي شرحتها. لو لا. لو مدافع الزمالك مش موجود كان مسك عادي. بص بص بص. خب بالك مدافع. بص راح يعمل ايه. بص مدافع الزمالك راح يعمل ايه. عشان كده عواد عمل ايه. بدأ يرجع. بدأ يرجع. اه. في اللحزة اللي بيرجع فيها. بص. الوينش رجع في الكلام. الوينش قال لك لأ بص سحب رجله تاني. بص عواد هنا امشي كمان امشي 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 بص. صعبة جدا جدا جدا. طبعا. جدا. لو تواكل على الوينش. وبرد وبرد وبرد. وبرد فارد صوابعه وحط كاف في ايده كله. لان لو مجاتش في كاف في ايده كله وممكن تجي اتجاه الالجهات الجديدة. الضغطة دي صعبة جدا. لأ كرة صعبة. جدا. كرة صعبة جدا. انا متخيلها دلوقتي. بص خلال جون. صح? جون. عدد جون. اه. فديم الكور انا شايفها من الكور الصعب اه عشان كنا انا اتعمدت ان انا نجيب الكورة. ايه. ايه يا كابتن طاري والله. بص 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 يا كابتن. بص عواد برجع تاني في اللحزة. لأ ان معنافش ده الوينش ولا ده مين لعب زمالك اللي مدافع. في اللحزة ما اتعملش معاه. او المسلوس الا الوينش. ده حط رجله كمان وعدت. اه. خدت بالك رجله الشمال متحطى طيب استعدت. لأ وغير بقى ان الكورة جاية لك كمان واخده كم بند حلوين يعني. هو البند مش فيش اخد بالك جدا. هي لما عمل بند عيلية هو كمان حط يده في النفس العلوي بتاع الارتفاع. دي طبعا كورة بالنسبة لعمر صلاح. هو قفل كويس قوي. والرجل داخل. وشايت. وهو شايفها كويس. وفرد كف كف فرد ايده كله. وحطها طبعا كورنر فايه يعني. طبعا يعني. يعني لو جات في لوقات جول يعني يلعب عليها يعني يسؤال عنها. انها برضو لما 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 يصدات تتحسيب له. وقف كويس قوي. فرد ايده كلها. وجاف كف ايده كله. ومحولها كورنر فانها شايف ان فيها. يعني بص كف ايده كله. فرده كله. ولعب عليها بشكل كويس قوي. تصرف سليم. نشوف اللي بعدها. اللي بعدها طبعاً كورنر برضو كورة العرضية مهمة جداً بالنسبة برضو ازاي ما قلتها اهوة كابتن كريم فارد ايده كلها وصعوبة مفروضة. هاي. ومطلع كورة كورنر بشكل كويس قوي. يعني وصل لكورة بشكل كويس. دي طبعاً كورة عرضية مهمة جداً. ليه فوسط اتنين وطلع مسك الكورة وشيف الكورة وهو بتحرك خطوات مقصية. عينو عالكورة لحد اخذ لقطة لما كورة جات في ايدي وتعامل معها بشكل. ولو ما نزلش على الارض كده كان ممكن يبقى كورة طوع من ايده. فمهم انه يعني عشان يضبنها اكتر ينزل بها زي ما نزل كده. ياخد الكورة. اهو. وبتحرك خطوات مقصية. هو طبعاً المفروض انه يضرب الارض بالرجل واحدة. يعني يعني يبقى يبعد. بس طبعاً فيه في زحمة. انما هو المتعامل معها بشكل كويس قوي. دي بقى كورة مهمة قوي. نفس الكورة. بس هنا طبعاً مفيش حد من المدافعين قدام عشان كده ايه. تعامل معها ومسك. برضو لو عدت جون مية في المية. صح. حاجات دي مهمة قوي. حاجات دي مهمة جداً جداً. خاصة ان الكورة بتبقى سريعة. اه طبعاً حطى على الارض. هو شيف كورة كويس. وتحرك خطوات. تحرك خطوة مقصية وتعامل معها بشكل كويس قوي. بس هنا بقى في التعامل يعني ايدي كتعالية شوي. كانت هتعدي. يعني فيه لقطة الوقت احنا هنشوفها تاني. هتلاقي ايدي الشمال. جاي واخد الكورة من فوق. تقريباً هنشوف. تقريباً هي اللقطة دي كده. كان لازم ايدي تبقى هارة الكورة شوي. اي وقت امشي كمان يا جلال. بص. اوقف. اوقف. بص. لا سنة كمان. امش سنة. بس. اوقف كده. لا ارجح سنة ارجح سنة صغير. بص ايدي فين يا كابتن كريم. ايدي من فوق. صح. الكورة ما فيحش ايدي تبقى. ايدي اليمين هي اللي تبقى فوق الكورة. صح. انما الشمال تبقى فين. لا ايدي مش ايدي تبقى ورا الكورة. بص يا كابتن. الشمال دي تبقى ورا الكورة. و ايدي اليمين فوق الكورة. هو هنا لو خدت بالك هتلاقي ايدي الشمال فين. فوق الكورة. و ايدي اليمين قدام الكورة. ده خبكة هتعدي خلاص. كان يعني سنتيكة تعدد الكورة كان لازم إيدي تبقى جاية من وراء الكرة شوية إنما طبعا بردو تعال معابل لو عدت بردو جول 100% عظيم شوف اللي بعده دي تصويبها بمسافة بعيدة هو طبعا متمركز طيب إحنا لازم نتكلم بقى في التصويب اللي من برد 18 بمسافة بعيدة أنا ما نفعش على خمسة يارضة وعلى ستة يارضة زي ما بتشوف حراس مارمى بيقى الراجل بيصاوب من برد 18 دي قاعدة سابتة ما ينفعش عشان كده عشان لما هيحصل حاجة ونجي نتكلم فيها أساس إن طالما الراجل بيشوت من مسافة بعيدة كده لازم أنا بقى قريب من خط المرب عشان ما تعملش الكرباج لأن الكرباج ما بيتعملش غير من مسافة من مسافة البعيدة دي إنما أنا لو بشوت الراجل بيشوت من جوة 18 أو من على خط 18 أنا ممكن أبقى على 4 يارضة ممكن أبقى على 3 أو ممكن أبقى على 5 يارضة إنما إن أنا أطلع وراجل بيشوت مسافة بعيدة لأي ما ينفعش حتبقى فيها مشكلة فتمرجز عمر كويس جداً جداً وحط فيها إيده بشكل كويس وتطلعها كورنار ده تقريباً الهدف ده تقريباً ده الهدف هو طبعاً هو طبعاً المسافة قريبة أوي ولبسة في وش رجل أحمد زيزو فصعب على عمر صلي هو طبعاً طلع قفل بشكل كويس أوي إنما كرة سريعة يعني هو حتى ملحقش يحط إيده حلو طبعاً فيها كل اللي انت قلته ده بس أنا كنت حاس برضو إن هو فتح الدياء شوية ما أنا لازم أنا لازم ألعب زيزو يتقدي بعض بالزغط يعني لو اتعادت تاني عشان برضو يجيزو ممكن يشوت على البعيد عادي جداً طبعاً أنا شافه إنه قافل بشكل كويس كرة بالرجله إنما إنما هي طالع إيدي طالعت متأخر يعني بص هنا في بس في مشكلة واحدة بس أقف أقف هنا أقف هنا لأ إرجع سينك قبل ما هو بيشوت بس بس أقف بص 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 وضعية عمر صلاح هتلاقي المقاعد هنازل راجع الفين تاعة اللي وراء اللي وراء وإدي اللي اتنين إيه مفرودين لتحت طبعاً لأ ما يفعش إيدي تبقى مفرودة هلأت بإيدي تبقى متنية اللي أخد بالك إحنا بلعب ضد المساحة وضد الزمن صح فالمساحة بتبقى مهمة جداً إن أنا بقى وإنت مركز صح مهم جداً كمان إن أنا أتعامل مع الكرة بسرعة هنا عمر رضوان إيدي مفرودة قوي فعلى ما طلع إيده من تحت مش هلأت إيه تطلع للكرة خدت إيه خدت وقت خدت وقت أنا مفعش إيديات المفرودة كده عمر ويبقى جسمي يبقى أنا أنا عامل أنا كنا بعمل سكوات يعني أنا تقل جسمي كله فين اللي وراء عشان المقاعدة أنا وافع على كعابي قوي فلازم إيد عمر تبقى متنية إذا كتبقى متنية شوية عمر وإنت بتتعامل مع الكرة بص إنما هي طبعاً أنا ما قدرش أقول إن عمر يسأل عنها لأ كرة صعبة مواجه وراء الجوت 18 بالمسافة كبيرة فالراجل لأ الكرة صعبة نشوف الكرة اللي بعدها ده بقول التالي بقول التالي بقى أنا أنا أول ما يجي وشط يا جلال أقف 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 لأ إرجع تاني هو جاي شوت هو جاي شوت أقف آي حلوة أوي كده بس إنت بعيد أوي عمر ليه كده أنا ليه كل ده يعني الراجل دلوقتي هو بيشوت لو أنت بفرق تبقى وراء كمان مش أقل من 3-4 يرضى أنت طالع براء 6 ليه كده الراجل جاي من الجنب من زاوية دياء جدا أنت براء بسقفة كبيرة قوي يا عمر مش محتاج كل ده يعني طالع بالزيادة قوي أنا لو أنا وراء 4 يرضى ولا 3 يرضى على الأقل يبقى بيني 6 ده 6 يرضى أبعده 3 يرضى هتوسع لنفسك المسافة بينك وبين الكرة فهتبقى المسافة بين المساحة وسعت شوية فتلحق تتعامل مع الكرة إنما أنت كده أنت خليت الكرة أولا الباك تقريبا كده لازق في مين لازق في الجزيرة طب ما تخليك راحت شوية شاط من المسافة دي كده وإنت وإنت تحت هتعال ما أحسن من كده فأنت سعطع على نفسك أوي يا عمر خروجك خروجك اللي هو بزيادة أوي ده صحيح كمل وهنا بقى هو بيتعامل يا كابتن كريم أنا بتعامل زي يقول هندبول أيوه يعني أنا إيه أنا بعمل كده بإيديا يعني لا أنا عايز ألعب على الكرة بس مش تلعب على الكرة وإنت في التماركز ده إنت لو وقف وراء أربعة يارضة هتخلي المسافة بينك وبين الكرة بما هي تمانية يارضة تخليها اتناشر يارضة صحيح فلما أنا شوط من مسافة اتناشر يارضة بالنسبة لي أسهل ولما شوط من مسافة تمانية يارضة مضبوط فطبعا تفرق معي جدا إنت تعاملت معي يا عمر زي الهندبول بالزبط لأنك هتطلع بالزيادة قوي كمل 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 برضو نفس المقعدة تحت إيدي مفرودة صح فطبعا على ما بيطلع إيديه بتاخد وقت يا ركبت الملكريم صحيح أنا مش عايز إيدي مفرودة كده صحيح هنتشوف اللي بعد لازم أبقى تحت شوية ما بقاش متقدم بشكلة في العليم الزمالك يعني هو قافي كويس قوي بس برضو على ما طلع إيديه كرة عدت يعني الأهل والزمالك جايز معنا جماعة ده ملخص بقى الأقطات بشكل عامل ده الأهل والزمالك طبعا اي دي طبعا دي أنا يعني دي برضو على فكرة دي بعد الهدف بعد هدف واحد صفر دي جول مية في المية الوينش داخل فيها بشكل كويس جدا دي جول مية في المية وحتى بعد مصدها الأولناية الشناوي قاموا شالها تاني خد فاول الحاكم الدال وفاول بس دي من الكرات الصعبة اللي الشناوي تعامل معها بشكل كويس دي طبعا ما ادارش يابن فيها حاجة الشناوي قفل على الراجل والراجل حطها بالعرض فيعني صعب على الشناوي يعني دي برضو عاملها عرضية طريبا دي طبعا يا كلها كلها ما حاولت ده انفراد ده الشناوي صده وبعد خد بالك بعد ما صده بصي بصي ياسر يا كابتن كاري انا عايزك بس ياريت كرة تعدها تاني يا جلال كده ارجعتين انا عايزك تشوف ياسر بعد ما الشناوي صده من 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 كرة الهدف التاني طبعا الهدف صعب لو ينفع نايي التاني يا جماعة بعد اذنك انا عايز بس تشوف ياسر خب بالك الشناوي ما كانش هيقوم الشناوي قام بالعافية لان الشناوي قال لي ياسر طلع كورنر هو قاعد جاريت تعدها تاني يا جلال بعد اذنك عشان دي لقطة مهمة جدا برضو نتكلم عليها ممكن نعيد ممكن نعيد بص الشناوي واقع هو مش واقع بسبب لما تعامل مع الكرة من إمام عشور هو واقع من الخبطة الأولى بتاعت لا أنا عايز أعيدها من الأول الانفراض قلت لو تجيبها لي من أول الانفراض أيوة بس واحدة واحدة بقى يمشي بقى كده وياسر وشوف بقى شوف الاستضامة اللي حصل بين ياسر وبين الشناوي أول ما ياسر يغبط في الشناوي أوقف بص بص يا كابتب بص هنا الشناوي بيعمل يقول ياسر إيه الشناوي واقع على الأرض هو طلع كرة ياسر طلع كرة ياسر وهو واقع ما قامش الشناوي غلما الكرة قطعت من مين والشناوي هنا متزمن سيدرو واخد كادما جامدة جدا في كتفه وفي سيدرو وفي أنكر رجله من ياسر وهو مش قادر يقوم هو قام غصبا عنه بعد ما الكرة قطعت من مين طبعا حتى كل ده ما شوفناهوش وأثناء المباراة كمل بقى كمل يا جلال هو كان متصور إنه خلاص ياسر ما هيخرجه خلاص ياسر يخرجه هو كم يحتاجد كور ينزل هو كامل المباراة على فكرة هو يعني مش هقولك مصاب بس كان عنده كادمة جامدة جدا بص بقى لكور لما تقطعت هنا لا كمل بقى خلاص خلاص كمل كمل لحد ما تقطع بقى والهاج ما تمشي عادي ونشوف الهدف الهدف التاني يعني كل ده الشناوي بقول لي يا سي اه بص ده ما تقعب بدأ يعمل يشناوي بدأ بص 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 سيدرو زي كابتن كانين بص بص يتعامل معاه طبعا أنما هدف صعب ما أقدرش يحمل الشناوي الهدف لأنه حطه بعيد أوي والشناوي فرد ايد فرد ايده لفرد في وقت الالم يعني الشناوي طوله مشillah الله 119 يعني دفرد في وقت الالم بتاغ Vic وقولك الفي الكرة دي هو عشان انفراد صاح إنما طبعا الانفراد جي جول صاح طبعا يعني هو في النهاية طبعا يسر مش قصده يعني إنما في النهاية طبعا لا يسار علي ياسر طبعا انا عارف بس يعني انا بتكلم ايه يعني في النهاية طبعا اللعبة كلها زي ما بي عندها اخطواء بي عندها ايجابيات. طبعا نشوف اللي بعده جمعا. ده الهدف بتاع نادي الاهل. اه. انا شايف اعواد اه يعني طبعا طوقيت خروجه في اللحزة دي ممكن ممكن ما كانش يخرج في اللحزة دي. كان يستنى لما لما يستلم اه اه حسام حسن. اه. طبعا هو خرج وهو حسن حسن رقصه يعني هو خرج وهو خده عكس. عكس عكس خروجه. صح. خدها لنفسه بسيته فبقى جن بالنسبة له فاضي فحطها سهل يعني. صحي. انما كان عواد كان ممكن يبقى فيه لحظة يعني يعني يتأخر لحظة. كان لو خدها ياسر كان ممكن يمسكها بعد يكاد يبقى سهل. صحي. طيب مين في رأيك افضل حارس في الجولة. وطبعا انا كان معانا البنك الاقلي وفيوتشار وفاركو امبي بشكل عام حتى لو فربل يعني. بص هو طبعا كان فيه اهداف كتير. اه. في الاسماعيلي وبيرامل كان فيها اربع اهداف. هي. اه. في يوتشار والبنك الاهلي كان فيها اه تقريبا خمس اهداف. اربع اربعة واحد. تقريبا المورا خلصة اربعة واحد. اه. فكان فيه اهداف كتير كنا نحلها. انما ان شاء الله نحل الفترات اللي جاية. ان شاء الله يا رب. انما انا عايز ادي لوحد حقه. اتفضل. اه من المورة اللي فاتت انا زعلت ان انا ما زكرتوش انا اما انا كنت كاتب اسمه بس اه نسيت. احمد الشناو. اه اه الاهداف هي كنت معانا. اه الاهداف. طبعا دي ضرب الجزاء ما اقدرش هلوم الزنفولي عليها. انها مفضل مستنى الاخر اللحظة. فطبعا اتحطت بعيدة وتحطت على الارض جامعة يعني. فطبعا صعبة بالنسبة للزنفولي يعني. فما اقدرش هلوم الزنفولي عليها ابدا يعني. حطت حلوة يعني. انما طبعا انا عشان. ده طبعا ده هدف. ده هدف مهم قوي ان احنا نكلم عليه. هنا طبعا ارجع تاني بقى جلال بعد اذنك. ارجع بعد اذنك. والرجل بيحط الكورة. هو بيشوت. اوقف. اوقف. هو بيشوت. بس اوقف. حلو قوي. هنا كابتن كريم. لا اوقف بقى ما خلاها سابتة. هنا الجنش موقف في الحطة على يمينه. وهو واقف فين. في الشمال. يعني. 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 جنش بينه وبين القائم حوالي اتنين يارضة. والرجل حطاه في زاوية في زاوية جنش. والوقت حر. انا ما ينفعش كورة تخش. صح. ما ينفعش. باي حال من الاحوال ما ينفعش كورة تخش في زاوية بالشكل ده. فانت. انا عايز يا جنش وانت واقف ما تبقاش تلعب. بص. تحس انه حمل على الرجل اليمين عشان يجي هنا. صحيح. وتحطت هنا. في الكورة. الكورة دي ما ينفعش تخش ابدا. صحيح. يا سهلة. تعالي نشوف اللي بعدها. صعوبة خالص يا جنش الكورة دي تخش. وبعدين واضحة وجاية عالية في ارتفاع. ارتفاع متر عن الارض. فده اسهل ارتفاع بالنسبالك. صحيح. رب ان هو عمل كام كورة في الماتش ده كويس اوي. صحيح. حباك قلت لعلى احمد شنوي. اه عادين نتكلم على احمد شنوي شوي. احمد شنوي طبعا انت عارف يعني بعد برح بيرامدز اكتر من سنتين ثلاثة. ان كان لعب اول موسم كويس اوي اوي اوي. وبعد كده سنتين بعد بسبب اصابتين وورا بعض. صح. فهو رجع تقريبا بالو حتى اربع خمس متشات بيلعب. فلازم ندلو حقه. ماشي بشكل كويس اوي. من مباراة الاهلي عملها بشكل كويس اوي من مباراة. اه هو البيض بكيسي فات تن صفر. والامانة من ساعة ملعب هو بيقدي بشكل كويس. صحيح. ليس طبعا ما بسطش الفورمة بتاعت الشنوي ان احنا عارفينها. عنه من ايما كان في الزبالك والسنة الاولى مع بيرامدز. فانا انا عايز ادي للشنوي انا ما شفتش مبارات الاسماعيل. انا ما شفت مبارات الاهلي. واحدة لما جاني هنا ما اكلمناش على الشنوي الاسبوع اللي فات. فانا عايزة كان نتكلم عن الشنوي ان الشنوي انا بعتبره افضل حارس في الجولة. يعني اللي فاتت واللي فاتت. احمد الشنوي. احمد الشنوي. كابتن طاري انت شرفت ونورت وقفتنا جدا. انا حقيقي حقيقي استمتعت. انا طالع مبسوط ان انا مستفيد وانا متأكل سادة المشاهدين كمان استفادوا. الفترة اللي جاية كمان هنخليلي الوقت اكبر عشان نبدأ نمسك حالة حالة ومبارات مبارات. ان شاء الله وخد بالك احنا مع الوقت هتلاقي الحالات متكررة. هاي. وهتلاقي موقف اللعبة متكررة. وهتلاقي احنا كمان بنتعلم. اه طبعا. هتلاقي مع الوقت وفي حاجات هتبقى جديدة. صح. فان شاء الله بازن الله هتلاقي الامور هتمشي. ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن طاري شربت ونورت سعادة جدا بك. انا شكرك شكرا جزيلا. لسا مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل. الناقد الكبير كاستاذ احمد جلال. هيكون ديفي في رقم عشرة. خليكم. يا اهلا بحضراتكم مرة اخرى شرفني وينوارني في هاز الفقرة. نقلنا رياضي الكبير. استاذ الكبير. استاذ احمد جلال. زحمد مشرف ومنور دايما بسعد واستمتع جدا بتأجدك معي. انت اللي منورة كريم ومتقلك دايما. حبيب مشرف ومنور. ربنا نخليك. ربنا نخليك. الاول ابدأ معاك بنادي الزمالك. نادي الزمالك حاليا بيعيش فترة حلوة. فترة فيها كثير من الاستقرار. عن مستوى الاداري. عن مستوى الجهاز الفني. واللعبين. نتائج كويسة. بطولة كياس. صدري الدوري. الحالة لوصلة الزمالك دي. لو كنت سألتك واحنا عادين مع بعض اول الموسم. الزمالك هيقدر يوصل للمرحلة دي. هتقول لي مستحيل. طبعا. ولا كان حد يفكر ابدا. اه. يمكن فيه امور تضافرت. اه. يعني من رحم المعاناة. اه. خلق الامل. صح. ظهر اه لعيبة ما كانش حد يفكر انه هم يبقوا موجودين اصلا في القايمة. يعني كانوا مشئين. مظبوط. سيد نمارك كان بفكره مشو سيف فرق جعفر. صح. اه. اصف اوسف انا بيه. صح. وقالوا ساعتها لو تفكر. صح. لا ده الزمالك مشى اه حسين فصل. وقاعد ناس مش عن المستوى. صح. على فكرة دي خلقت دوافع عند اللعيبة بشكل كبير. مظبوط. وعايز اقولك ان هم اكتمعوا مع بعض. صح. وتعهدوا ان هم يثبتوا للناس ان هم لعيبة كويسة. صح. خصوصا ان هم سألوا نفسهم يا جماعة احنا عندنا كم سنة. موريد الفين يعني عنده كم سنة. اتنين وعشرين سنة. صح. يعني مش ناشئ. صح. مصاعد. صح. النهاردة الناس بتتكلم مع مالها تقول في المريكاتو محمد عالي بين رمضان. مم. والاهلي والزمالك. محمد عالي بين رمضان نفس السنة على فكرة. اتنين وعشرين سنة. صح. فشوف انت بتتكلم عليه ان ان انت اللي يجي اهل وزمالك. وانت بتتكلم عن اللعيبة. مكاسة انت 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 جيبت رفرنس في وطننا العربي وجنبنا يعني. بالظلط مش بايت. عشان لو رحنا في اوروبا هلاعق. الناس عدده سبعتاشر وثمانتاشر. اه اه اه. مسلا ان يعلم. ايه. ايه. ايه ايه. 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 انا بكلم عن محمد عالي بين رمضان. جابي ايساسي برشلونة عنده سبعتاشر سنة. واساسي برشلونة. يبقى انت بتتكلم في ان اللاعب بيطلع امتا و او في لعبة بتنور كبيرة شوية عشرين و واحد و عشرين ماشي بس فكرة ان انت تفضل مقاعد لعيب لغد اثنين و عشرين سنة ثم تبتلي تطلق عليه لقب اللاعب الصعد او اللاعب الناشئ في لعبة تقعد لغد خمسة و عشر ستة و عشر سنة بيتقلع عليهم نفس اللفظ ثم نتذكر فجأة ان هو على مشارف الثلاثين فدي كلها حاجات ظهرت في الزمالك الرحيل كارتلون كان يعني واحد من افضل الحاجات اللي حصلت للزمالك لان اللي جيه البروف فريرة صحيح القماشة ما كان مطلقش قماش في الاول طبيعي سحكم فيه بعض المشكلات طبيعي لكن الرجل استفاد كثيرا من توقف للدوري امتد لأكثر من ثلاث اسابيع بدأ اتعرف على العيبة على امكانياتهم بدأ اتعامل مع القماشة بشكل مختلف صح قدر ان هو يخلق النجاح والعمل الجماعي بقى هو البطل امام عشور بيغيب مفيش مشكلة صح عطار اي حامد موجود حامل عبدالغان يتحول من مساك الى لعب خطوس محدش التوقع تمام حتى عشاب بنشرق يمشي معادي لعبش كبالة صح الناس بتتكلم على ان مفيش صفقات لا في لعبة طلعة صح ابو جبل يمشي عوادي يتشبس بالفرصة ويزبط وجوده بشكل كبير جدا ويصبح ان الناس بتتكلم دلوقتي ان هو مش منافس لا ده ممكن يبقى حاجس بصر الاول صح طبعا الشناوي سيظل الشناوي لكن المنافسة كويسة منافسة حلوة طبعا فكل دي عوامل انت كان فيه واحدة كمان عايز اضفالك انه كتير كان يقولك ايه محمود علاء بيلعب عشان ملوش بديل حتى لو مستقل ايه حسن عبد المجيد فالراجل قعد محمود علاء على الدكة وحسن عبد المجيد بيلعب اساسي لا ولم رجع محمود علاء ما انا بقولك هو هو خلاص التركيبة ماشية كويس صح ما حدش هيخرج منها اللي اذا اثر صح بيخش حد مكانه مزبوط والناس برضو فيه روح حلوة في الزمالك الحقيقة اللي بده انو شد بيها اللي بره بيشجع اللي جوه بشكل جيد واللي بينزل بيحاول يبقى افضل سلام جابر خد فرص اشتغل على نفسه نفس الكلام حمد اشرف روقة اللي كان حيمشي من شهر صح وتقال انه هو خلاص يعني بيقضي المسم حتى نهايته لارضة الزمالك بيتكلم انه هو يجدد له مسمين صح فالكلام ده كله متغيرات ما كانتش على الباله على الخاطر كلها صبت ومصلحة نهاية الزمالك مع استثمار بعض اللاعبين اصحاب القدرات الخاصة بنشار قبل ما يمشي اه الشيكبالة اه زيزو طبعا اللي هو بلا جدال افضل لعب في مصر حاليا طبعا داخل القطر طبعا بلا جدال طبعا فنن وخلقا صح وانا قلت خلقا عشان اللي هو عمل النهاردة لما عمل حاجة ما كانتش يعني على المستوى بخصوص سياسر ابراهيم وصار على الفور بتصحيح الخطأ عنده شجاعة الاعتذار صح وده شيء محترم جدا صح من اللعيب محترم عشان كلا قلتلك خلقا قبل فنن وديف عليهم بدلان كمان طبعا 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 بسم الله بشهر الله يعني طبعا واتمنى ان هو اذا كان هاحترف يعني ينطلق للدول الاوروبية طبعا ان هو يكمل في الزمالك انما احد الدولات الاوروبية انما مع كامل احترام لكل الدولات العربية ما تفرقش كتير او عن الدول المصري ضلوط فلابد ان هو يكمل في الدول المصري او ينطلق مرة اخرى للعبة في الاوروبة هو عنده حاجة في الوطن العربي اتقال انه عنده عرض من من احد الاندال العربية او الخليجية و قالوا انه الشرط الجزائي لكن هو للامانة لم يستغل ولم يفكر في استغلال الشرط الجزائي ويقدر ب 2.4 مليون دولار هو نفس الشرط الجزائي الموجود في عقد الوانشي لكن الاثنين قالوا لا احنا مش هنستغل الشرط الجزائي ليه تعامل ساعتها لان كان فيه لجنة واللجنة قالت لضمان اللعيبة حقها فممكن نعمل العقد بهذه الطريقة واللعيبة اتفقت على هذا الامر وبالتالي لم يتم تغيير العقود حتى الان لكنهم ما فكروش للحظة واحدة في استغلال الشرط الجزائي طيب اتقال امبارح ويقول امبارح بعد تقلق زيزو وعظمة وروع زيزو اللي كلنا متفكين عليها زي ما انت قلت كده ما فيش اتنين هيختلفوا نزيزو افضل لعب في مصر طبعا على مستوى السبات في المستوى على مستوى الامكانات الفنية والفردية والجماعية والجماعية وكل شيء فيه ناس بقى رحط لك احمد سيد زيزو ومحمد صلاح في جملة مبيدة قال لك انه زيزو يلعب مكان محمد صلاح زيزو يلعب اساسي على محمد صلاح طب زيزو مايلعبشو محمد صلاح في الملعب وده حدث مع كيلوش اكتر من مرة دي نقطة والنقطة التانية انت ليتدخلوا مع محمد صلاح يعني عراسك كيف محمد صلاح هو جناح الايمن الافضل في العالم يعني هم فيش حد حد ياخد مكان محمد صلاح في العالم في الكورة العالمية حتى انشروت نفسه وقال لك حسين جراح في العالم فليت حط في مقارنة مع محمد صلاح اصلا يعني والنقطة التانية ان زيزو بدأ يطور من نفسه ممكن يشتغل ثمانية ايوه ممكن يشتغل عشر اذا احتاجتك ممكن يشتغل ليه طبعا يعني عشر دي ما بقاش في حاجة واحدة غير البرنامج بتاعك ايوه صحب ايوه صحب انا عدت مع نفسي شفاية قلت انا اخترت رقم عشر عشان هو ده اهم لعب في الملعب دلوقتي الرقم عشر بيلغوف عايز اغالي اسم البرنامج هو بس اسم البرنامج بتاعك هو البراند والله صحب انما حتى في الخطط لو تلاحظ الراجل ما بقاش يتعامل مع فريرة عمش مع اوباما كرقم عشرة صح وحتى دي خلت اوباما ما بقاش موجود في الملعب طبا الى حد ما بردين ولو تفتكر ده اللي عنا منه افشى مع المسلمين بالضبط ودلوقتي بدأ يتطور ان هو يشتغل حاول يشتغل جناح يشتغل تمانية الماتش اللي فات السلاية ربانا يشفيه طبعا ويشفي كل المصابين لما اصيب الراجل تحوله التمانية مضبوط فبدأ يشتغل فيها كويس صح فده اللعيب اللي بتطور صح زيزو بداية الموسم كان كويس جدا لكن كان عنده مشكلة في الفينيش للوقتي الفينيش رائع سواء في الكرات السابتة او في الكرات المتحركة صح او حتى طبعا في الوفرات اللي هو متميز بها جدا او التزديد كل الحاجات دي بتزوده بيعمل كل حاجة بالزبط هل دربات الرأس يجابه بروس اه طبعا يكون حلو جدا اللي عمله سيفيس جزي وهو حاطها بدماغه متقنة كان ممكن جدا لو العيد تاني كان طلع ببرة مظبوط او خبطت في حد وهيتقلك سعيدة اسلوه مش مهاجم مش مهاجم ومهاجم دربات الرأس فعنده عزره هي دي مثل الفينيش عشان كده بقولك الفينيش بتاعه كويس جدا ويطور نفسه هي دي الكل ده تجمع مع الروح العالية والقتلية والاستقرار قدى لنزة مالك بيتصدر دوري عن جدارة واستحقاق حتى الان عظيم جدا قلت ليه موقف أولم نخش على هولي بريلا النهاردة او مبارح في الفوتو سيشن اللي عملوه عشان بطولة الكاس هم عملوا فوتو سيشن او جلسة تصوير احتفالا كنوع من الذكرى للفوز فالرجل بيتصور فالجهاز المعاون هيتصور مع الده ودوري الكاس فالهم بعد اذنكم انا مش هتصور مع الدوري حضرتك كابتن اسامة كابتن احمد عبد المقصود كاجهاز فاضلوا الصور مع الدوري براحتكم انتو كنتم شركاء في هذا الامر مع كارتيرون لكن لم اكن شريكا في هذا الامر انا مش هاكل حق غيري هيل اتفضلوا حضراتكم تصوروا وانا هتصور مع كاس مصر باعتبار كنت شريك معكم في الحصول على كاس مصر ده بيعكس لك دي الراجل ده بيحترن نفسه وعنده الجرأة وعنده الشجاعة زي ما خرج في وسط الفرحة لكاس مصر خرج قال تصريح مهم جدا قالك انا اخطأت في بعض التغييرات صح في الملعب صح هذه شجاعة الرجل يحترن نفسه صح وشجاعة الرجل يسق في نفسه صح وعارفوا بيشتغل ازاي ناس هولا طلع تقول اعظم مدرب اعظم مدرب هو قالك انا اخطأت في بعض التغييرات وحتى المحلين هما بيكلموا احترموا فيه ده بس حلوة المعلومة دي قوي حلوة تعرفك الشخصية كنا عارفين يعني فريرة يعني بس الشخصية حلوة واحد بقعد في فوتو سيشن او في جلسة التصوير بتصور جنب دوري وكاس في العالم كله بيشوفوني انا اخد دوري وكاس ما حدش يسقل اصلا هو هو اللي خالي الدوري وكاس قالك لاي الدوري ده مش بتاع مش اخد صورة مع الدور انا اخد صورة مع الكاس بس شيء محترم يعني ضعطة عظيمة يعني رجل بيشتغل بالمنطق عشان كده ده هو ناجح يعني فيه مدربين يقولك لو ماشي همش قدي كده انا مش عارف هشتغل مش معاعدكمش بحاجة لا هو قفل عن نفسه ما تكلمش كتير يعني زي ما انت قلت من شوية لو قلتلي زي مالك من يخش فيه نفس هقولك هيبقى صعب جدا في ظل قفل قيد وما في الصفقات ما فيش لعيبة وما فيش مهاجم يعني الناس يعني لغاية شهرين كان الكلام ان السيفل الجزيري ماشي وهيتعرض للبيع نارضة السيفل الجزيري رقم واحد في مركزه وحتى لو الزمالك اتعاقت مع العيبة جدد هو مش ممكن يتخلى عن مكانه بسهولة صح فالحاجات دي كلها بتؤكد ان القطار الزمالكاوي ماشي في طريقه صحيح صحيح لسه مكملين هذا الحوار الممتع جدا مع الأستاذ أحمد جلال بعد هذا الفاصل نواصل إن شاء الله لسه مكملين هذا الحوار الممتع مع الأستاذنا الكبير أستاذ أحمد جلال أستاذ أحمد الأهلي بقى الناحة التانية الأهلي مرحلة مش عايزة أقول أنا قلت مبارح أو مبارح إنه لا مش في كارثة نفعش إنه هو في أزمة كبيرة ممكن نقول إنه في حالة مش متزنة ده الوصف اللي ممكن يكون صحيح عشان الأهلي مخسرش كل حاجة لسه حال الأهلي من وجهة نظرك التخبيط والتخبط واللقبطة والأمور الفنية وانتقادات مدرب ولعبين وتفاصيل كثيرة منطقية والذي فيه شايف فيه بعض المبالغات بس هو فيه جزء مهم جدا لازم نقوله إن اللعيبة دي تأكلت من كتر تلاحب المواسم صح مع الأهلي ومع المنتخب في ثلاث مواسم لأن معظم لعدة نادي الأهلي تلاحب منتخب مصر صحيح تقريبا في تلك المتكلم من ثمانية لعشرة لعيبة صحيح وبعدين اللعيبة شاور على العيب كده يا أستاذ كريم في الملعب في النادي الأهلي وقلي ده ما تعورش كله أنا بكلم على واحد مفيش كله ومعظم الإصابات ضمة خلفية أمامية حوض غضاريف كل الإصابات كده صح طب دي مشكلة أحمال ومشكلة جلسات استشفى صح حتى الراجل ريكارد سوارش والتاني بقول له معك يا جماعة ما أقدرش أقيم ريكارد سوارش وهلقول أنه هو عبقاري ولا أنه هو ضعيف يعني ضعيف الراجل ما أقدرش ما أقدرش أقامه حتى نهاية الدوري طبعا حتى لو خار الدوري طبعا كمان أيوة بالموضوع صعب خسر الدوري خار الدوري ما أقدرش ألومه صح الراجل قالك جملة في منتلها قال يا جماعة وده رجل تدخل في حوالي عشرين يوم موجود في موصل تخلي الراجل بيقولك أنا مبرنتش أسبوع لأنه بمرن يوم وبعمل استشفى يوم ومرن خفيف يوم وألعب لا ليه أنت عندك هو نهاردة قعد بعمل عيبة وقال لهم أنا هلجأ لأسلوب جديد هلجأ لأسلوب النظري والجلسات الزهنية والفيديوهات أكتر من التدريبات بسبب الإجهاد البدري الكبير بدأ يحفظ نظري علشان يشتغل معهم بشكل مختلف ويعمل تمرينة وعنده مطش بكرة ولسه بعد كده عنده مطش معدية فكل تلات يام مطش اللي هو يعني بترايح مفروض يعني بترايح 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 بتعمل الجلسات تشفى فبدأ يشتغل على هذا الأمر الإصابات الكتير في الأهلي بقت شيء صعب إحنا بنتكلم مثلا دلوقتي في خمس ستة لعيبة موسيمة منتهى سلية على حسين الشحات في لعيبة كتير جدا سلية وحسين الشحات دول خلاص وأقرب مش يخش دلوقتي ولا عمار حمدي ولا محمد شريف موسيمة منتهى كلها إصابات عضلية بس سنة طبعا أنا أكرم وعمار دول حاجة قدرية اللي هي طبعا صليبي إنما بقيت الإصابات كلها إصابات عضلية عا حتسترد بعض العيبة رجالة كوليس مكسوني عتقد بيرسيتاو بدأ يخش طهر محمد طهر جاي لكن في النهاية كلها إصابات مشكلة حتى صلاح محسن حمده ألم في العضلة الخلفية فدي مشكلة كبيرة جدا قدت لجزء من تزلزل نتائج الأحلي إضافة إلى التغيير موسيمة لديه أخطاء بالطبع مش مدري ما عندهش أخطاء لسه نتكلم عن فريرة ونرغب ما يوسكر إن هو عبقري لكن قال لك اللي عندي أخطاء حصل واحدة تلاتة لكن أنا لازم أحسب حسبتي الراجل دل هو مش النهاردة ضرر الماشي إيه ولو قاعد اللي استفادئت دي طبعا ممكن جدا كنت تتعدل بعض الأمور عايز تجيب له منضرب عام ماشي أو عايز تجيب له إضافات للجهاز ماشي عايز تغرب منضرب أحمال ماشي لكن في النهاية ماشي ودلوقتي أنت ظلمت نفسك وظلمت اللي جاي طيب أقول لك حاجة بعد إذنك لأنه لما ماشي موسيماني هو تصور أو قرى المشهد إنه موسيماني ممكن ما ينجحش لنهاية الموسم مثلا ومش هقول إنه ماشي أكبر عشان القرار الرئيس من المسيماني هو اللي خد قرار المشهد بس يعني هما ما اتفقوش نقول إنه هما ما اتفقوش وما كملش جاب صوارش وهو عارف إنه قال لك إيه أنا عجيب صوارش نجح نجح ما نجحش ما وكيه إحنا كنا متصوير إنه موسيماني مش هينجح إنت محتاج تقول للجمهور وتقول للعيبتك والجهاز الفني أجماعة دي مرحلة انتقالية ما إنه الراجل دوت مش مطالب إنه يكسب الدولة العيبة دي بالحالة اللي هي فيها مش مطالبة تكسب الدولة يمكن لما ترفع الضغط ده يكسبه وينجحه لكن هم مشكلة إنه محدش قال لك كلام ده ولا حد يقول خليك واضح مرشلونة كان عنده ظروف معينة لكن إنت بادئ الدوري كنت إنت المتصدر وكنت إنت المشي كويس حتى نهاية الدور الأول أو يعني حتى دخلت مع عمد دور الأبطال كنت إنت المتصدر الدوري فالتراجع والتراهل في المباريات الأهلي فقط حوالي أكتر من 20 بنت ورغم إنه هو مثلا في المواجهات المباشرة مع الناديين اللي هم أصادوا هم تفوق على الزمال كسب الزمالك في المتش وتعدل معه في المباراة وكسب بيرامدز بمتش وخسر المتش تاني حتى لو أنت بسيت على المباراتين الأهلي كسبان 3-0 وخسران 2-0 حتى لو أنت طبقت مبدأ لمواجهات المباشرة الأهلي أفضل من بيرامدز ددوي يعني النقاط هي دي المشكلة الأهلي خسر الدورة السنة اللي فاتت هو برضو كسبان الزمالك في المتش ومتعدل معه في المتش التاني لكنه في النهاية خسر اللقب وقدام يعني مثلا عندي صنعة الفارق يعني مبارح ماتش الجونة كان نقطة فارقة ليه؟ لأن الجونة السنة اللي فاتت ضيع برضو أو جزء من ضيع الدورة على الأهلي صح زهابا وقيابا المتش انتهى بالتعادل فدول 4 نقاط ضيعين حتى في الدور الأول السنة دي برضو ضيع من أهلي نقطة طيب طيب عشانا أنا فاضل معاي دي أواحدة بس سهولي الأخير ليه؟ بيرامدز ممكن ياخد دوري؟ أوه وارد طبعا وعشان كده هم متحمسين جدا أنهم يجيبوا حكام أجانب انت خلي بالك انت بيرامدز لو كسب الزمالك هيبقى الفارق نقطة واحدة وهيبقى قدامك 8 ماتشات الأهلي ملوك وحزوزه كبيرة لأنه لو كسب ماتشاته كلها تلات نقاط إذا الزمال يكسب ماتشاته صحيح فأنا قلت لك على فكرة الصراع هيظل محتدم واللي حيقدر يتعامل مع التمن ماتشات اللي جاية بالنسبة للباقيين الأهلي عشرة ويقدر إن هو يتلف الإجهاد هو اللي حيقدر يخل الدور صحيح سيد أحمد شرفت ونورتك العادة استمتعت جدا شكرا شكرا جزيلا ده كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم عشرة يارب تكونوا استمتعتوا معنا أشوفكم يا رب على الفخير